اشتركوا في القناة 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 القهرة ومن حالة اشتركوا في القناة 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 بالنسبة لأسعار الدهب النهاردة في الأسواق المصرية فسجل سعر الدهب عيار 18 مبارح 674 جنيه ونص عيار 24 سجل 899 جنيه و40 قرش عيار 21 سجل 787 جنيه للجرام أما سعر الجنيه الدهب فسجل 6296 جنيه اشتركوا في القناة يوم جديد كله حياة شمسه بتبتسم وناسه هوا ورعة صافير بتغني في سماء غنوا عايزانة نكون سوا مش ناعي صغير القلب يدوب يصهر الليل يحب ويتحب مش ناعي صغير القلب يدوب يصهر الليل يحب ويتحب ويلاقي نص التاري ويروح يروح معاه ويملى الحياة ومع قرب عيدة الأطحى المبارك بتقوم مزارة الزراع بجود للتأكد من سلامة الأضاحي المطروحة في الأسواق أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن أطباء الترصد الوبائي في الهيئة العامة للخدمات البيطرية في كل مديريات وإدراط الطب البيطرية على مستوى الجمهورية قاموا في الفترة من 15 يونيو اللي فات لواحد يوليو الحالي بتنفيذ حوالي 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات في أسواق الحيوانات الحية والكرة المجاورة وكمان عملوا زيارات للمنازل عشان يتطمنوا على الحالة الصحية للحيوانات المتدولة في الأسواق قبل عيد الأطحى المبارك ومعانا على التليفون دكتور محمد القرشة المتحدث باسم مزارة الزراعة صباح الخير عليك الخير على ستة كل سنة وحضرتك طيب ومناسبة عيد الأطحى كل سنة وكل شعب مصر بخير وكل سنة وحضرتك طيب إن شاء الله ممكن في البداية تكلمنا عن الزيارات دي وقليات تنفيذها والهدف منها بشكل عام؟ الحقيقة طبعا أنك حضرتك عارفك كولسان طيب عمنا ندخلين على موسم عيد الأطحى وفي تالي فيه اه 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 بشكلة وفي أه بشكلة وفي أخر لعملية الزبح والأطحى اه 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 وبالتالي احنا عندنا في محورين رئيسين من الشغل hands في هذا الماقص هذا الشق يعني المحور الاول نحنا نبقى بالأسواق التي يعلقونهم للحية وطبعاً يتضمن هذا الأمر أننا نبدأ بعمل زيارات نرى جودة تغذية، جودة نظام التربية، جودة اللحوم الموجودة أو المطروحة في الأسواء لكي نضمن أن المواطن عندما يشتري لحوم حية سيكون اللحوم إن شاء الله مضمونة وعلى أعلى مستقبل على الجانب الآخر نقوم بعمليات زيارات وتفتيش لأماكن بيع اللحوم الحمراء واللحوم المجبوحة والتي أكد أيضاً من سلامتها وجودتها وليوم طبقة للمواصلات القياسية المصرية وكمان واخد الأخدام الخاصة بعملات الزبح علشان نضمن كان فيه فحص داخل المجازر وبيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي حد بيخالف هذه الإجراءات والحقيقة كمان في هذا الإطار فيه تعاون كبير ما بين الهيئة العامة لخدمات البيترية وما بين قطعة المتصر الحيوانية والداجنة لأن دول بيتابعوا هما اللي بين كل الحيوانات الحية وإحنا طبعاً سهلنا بشكل أوضاء آخر عملية اتراد اللحوم لأكتر من 26 ألف راس بهدف أن احنا نقدر نوفر بدائل قدام المواطن المصر بسعار مناسبة ومقبولة في عملية الرسالة إن شاء الله إن شاء الله طيب هو حضرتك الزيارات دي بتتم بجميع أسواء المشيئة بمختلف المحافظات طبعاً إحنا من خلال هالعمل خدمات البيترية مديراتها تابع ليها في كل محافظات جمهورية طبعاً من خلال قطعة المستر رحانية والداجنة ومديرات الزراعة طبعاً لها في كل محافظات جمهورية فبالتالي موجودة والمديرات بتنزل بشكل مستمر إحنا طبعاً رفعنا درجة لإستعداد القصوى مداخل الوزارة وبكل قطاعاتها طبعاً ده استعدادة لعيد الأضحى ووقفنا الأجازات بالنسبة للأطفاء العامين في المجازر وبدأنا يبقى فيه تركيز على فكرة رقابة وسلامة المنتج اللي يقدم للمواطن المصر طيب في نصائح حضرتك ممكن تديها عند شراء الأضحية عشان تكون سليمة وخلية من العيوب والأمراض طبعاً أهم حاجة أننا لازم نشتري من مكان موصوق فيه لازم نكون يعني وإحنا بنختار الحيواني اللي ظاهرياً يكون شكله سليم نشيد بيتحرك يكون هنا لمعه يكون واقف منتبت ويكون وسط مجموعة ما يكونش منعزل يعني وسط مجموعة من الحيوانات يكون بتفعل معها ما يكونش منعزل بشكل أو بآخر فده أهم الملامح الرئيسية وطبعاً لو فيه حد يكون يعني يقدر يبحث الحيوانات يكون مع المشتري أظن ده أيضاً يكون خطوة ومهمة ده طيب حضرتك لو ممكن تكلمنا عن آخر الاستعدادات والجهود لعيدة الأطحى المبارك طبعاً الحقيقة إحنا عندنا جهود كبيرة قامت ديها الوزارة خلال الفترة الأخيرة ما بين مشروع البتل وما بين مشروع تحسين الشلالات ومشروع مشروعات ملكة تجمال الألبان تحسين المشروعات في مجال الانتاج الحيواني كانت كبيرة جداً ومتنوعة ومتعددة هدف أننا نزوز من حجم المتاح والمعروض قد من المواطن المصري بهدف أن نحبش استقرار في الأسعار طبعاً ده بنلمس نتائه في هذه الفترة كل هذه النتائج وكل هذه الجهود أكيد شكراً لحضرتك شكراً جزيلاً وكل سنحضرتك طيب دكتور محمد اللقرش المتحدث باسم وزارة الزرع وزارة الصحة أكدت أن تم التعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هتوصل مصر خلال أيام ده بالإضافة للتعاقد على لقاح جونسون أن جونسون اللي متوقع أنه يوصل مصر قريب بردو ووضحت الوزارة أن بقي اللقاحات الخاصة بكورونا والمتوفرة في مراكز التطعيمات أمنة وفاعلة وهيتم توفير كميات منها كبيرة خلال الفترة الجاية طبعاً بالإضافة للقاحات المصنعة محلياً فاكسيرا سينوفاك واللي بيتميز بفعالية كبيرة والجودة في التصنيع كمان نفت الوزارة وقف التطعيم بلقاح أسترزانيكا وقالت أن تلقي المواطنين لقاح أسترزانيكا مستمر في مصر في مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية ومعانا على التليفون دكتور محمد عود تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية صباح الخير عليك يا دكتور أهلاً مداماً وعلى صباح الموضوع لو ممكن في البداية حضرتك تكلمنا عن آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر طبعاً هذه الفترة الحقيقة بشهد انخفاض في عرض الحالات المصابة انخفاض راضح الحمد لله وطبعاً بينتق عنه أن الحالات اللي بتحتاج تكون مستشفيات أو رعيات أيضاً قلت فإحنا الحقيقة عدينا قمة أو ضروة الموجة التالتة ولكن طبعاً عدد الحالات بيقل بس عايزة أقول أن لسه في حالات موجودة فإذن يجب أن نستمر في عملية الوقاية والاحتراز واستخدام كل الأسليب الوقائية اللي احنا عارفينها جميعاً طيب دكتور حضرتك شايف التعقدات على هذه الكيميات الكبيرة من اللقاحات ومدى أهمية دافس للسيطرة على فيروس كورونا في مصر حقيقة طبعاً هو لقاحات معروفة جيداً وإحنا بنسعر لهذا منذ فترة طويلة جداً هي جزء من وسائل الحماية ضد الإصابات من ناحية وتخفيف عب الفيروسات في المجتمع من ناحية تانية ومن ناحية التالتة واليدي شقري مهم جداً التطعمات تساعد أو تقلل بشدة من الحالات الشديدة والحادة والحالات اللي قد تحتاج إلى رعيات مركزة أو التهبات رعوية أو تنفذ صناعي فإذن اللقاحات الجزء مهم من الحماية للحماية من تدعيات الإصابة في الفيروس في فترة كشكة يعني في فترات كثيرة كان المتاح عالمياً من هذه اللقاحات كان أليل وده السبب بدوجيه كبير من عقادة سياسية إن احنا نحصل على دقاحات من المصادر المتعددة وبالفعل احنا حصلنا على أقعات كثيرة أو أنواع كثيرة من حتة مختلفة أو أماكن مختلفة وأيضاً توصلنا إلى اتفاقية مع سيتي بولتي الشركة الصينية لتصنيع اللقاح في مصر فضل بقناتها مهمة وأيضاً نحن متفقين على أسترزينيكا وعلى جونسون جونسون وفي بعض الدول بتطلب عشان الناس المسافرين أنواع معينة من اللقاحات سواء مسافرين لعمل أو مسافرين لأدافة إحدى الفرائد أو مسافرين لقدور أي اجتماعات أو مؤتمرات في الخارج أو بيدرسوا في الخارج فالتطعيم هنا في بعض الدول تطلب أنواع معينة من التطعيمات ولهذا السبب كان توفير هذه اللقاحات والحقيقة الدولة وهي تشراء الموحك بتقوم بدور كبير جداً في هذا توفير هذه الأنواع من اللقاحات بكميات تسمح باستخدامها لبعض الفئات المحتاجاها المهم جداً إنما حيكون هناك أهمة كل اللقاحات الموجودة في نصر متوفرة كلها لقاحات مؤكدة وجيدة وتعمل وتؤدي زورها وفي نفس الوقت آمنة إن شاء الله طيب دكتور حضرتك إحنا نقدر نقول كده أن مصر عدت زروة الموجة التالتة طيب دكتور محمد لو ممكن تقول نصايح للمواطنين بخصوص عيد الأطحى وبخصوص التجمعات إيه اللي ممكن يعملون نصايحك ليهم عشان يتفادوا تاني إن إحنا نخش في انتشار تاني للفيروس السؤال ده مهم جداً أولاً كل سنة وحيك طيبة ومصر كلها بخير وكل المواطنين بصحة وسعادة وفي العيد والمطلوب في الفترة دي إحنا طبعاً في فترة العيد وفترة المصائف وفترة التجمعات فالحقيقة زي ما قلت الحك من شوية بأكد إن ما زلنا الوسائل الوقائية والمهمة جداً جداً منها استخدام المسقات أو الكمامات في التجمعات منها أيضاً تقليل التجمعات وتكدسات ويعني العدد الكبير من الأشخاص يكونوا موجودين في مكان واحد كل دي الحقيقة وسائل مهمة جداً جداً للحد من انتشار المرض المرض صحيح الحالات الألدت صحيح أنا في عدينا ظروة المجتلتة لكن ما زلنا نضمع في استمرار انقفاض عدد الحالات وزي ما حكي قلت أيضاً نستمر في الحد من أي احتمالية لحدوث موجات أخرى من المرض وده يتطلب مننا الحقيقة في فترة الصيف وفترة عيد العضحة المبارك أن احنا بقدر المستطاع نقلل التجمعات نقلل العظلمات نقلل التجمع في مكان واحد لأنه ده طبعاً بيقلل كتير احتمالية انتشار المرض وإذا كان هناك عدد من الأشخاص موجودين في مكان واحد فلابد أن يتبعوا كل الأساليب الوقائية المعلن عنها ده احتمالية انتشار المرض وطبعاً في حالات بتكون عندها الفيروس ومش عليه معلاش عارض تماماً أو ده تعاني من عارض وده بيخلينا نقول أنا مش هستنى أنا متأكد إن هو عنده ولا ما عندهش أنا أعتبر إن أي حد قدامي قد يكون عنده الفيروس أو يحامل للفيروس وبهذا إن هو الوقاية ليه وليه والشخصين اللي بيتعامل والمتعامل معاه كل ده بيخلل جداً من انتشار المرض اللي مازال موجود صحيحة أقلت صحيحة أقلت وصحيحة بلد أخرى كثيرة مازال فيها الوباء منتشر والحالات بتزيد وفيه تحور في بعض الأنواع كل دي يستوجب مننا الحرص الشديد لأن كل ما ربنا كرمنا وقللنا من احتمالية الإصابات والباوات القادمة كل ما كان خير للأشخاص وللبلد كلها طيب دكتور محمد في بعض المواطنين يمكن دلوقتي هم بقوا نسبة أقل بكتير بس لسه متخوفين من التطعيمات نصايحك ليهم إنه هم يتجهوا للتطعيم لضرورة التطعيم عشان يتفادوا الحاجات الحالات الحرجة حضرتك التطعيم زي ما قلت مهم مهم جداً مهم لأنه أهم أهمية للتطعيم إنه هو بيقلل من احتمالية انتشار المرض أيضاً قد يقري من الإصابة وحتى لو جاءت الإصابة بتكون أقل حدة وأقل شدة من الإنسان اللي ما خدش اللقاح والحاجة التالتة وهي الأهم إنه بيقلل بشدة أيضاً من الأسرار الجانبية المحتملة الشديدة من التطعيم إحنا يعني حالياً وصلنا عدة ملايين من الأشخاص في مصر تم تطعيمهم وبمتابعة دقيقة لهذه الحالات الحمد لله ما فيش أثار جانبية شديدة أو حادة أو تقلق من التطعيمات يمكن في الأول كان فيه تردد في بعض الأشخاص لأنه كان يعني بيعلن أو علمياً عن بعض الأسرار الجانبية في بعض البلاد لبعض أنواع من الطعومة أو اللقاحات لكن الحقيقة النهاردة في ملايين في كل أنحاء العالم وربهم من مليارات خدوا التطعيم والأسرار الجانبية المنصودة أوليلة جداً والأسرار الجانبية الحدد دلوقتي قد تكون لها علاقة بالتطعيم وقد تكون ملهاش علاقة بمعنى أن ما فيش حاجة تؤكد مثلاً عن 30 مليون مواطن في إحدى الدول أو 330 مليون في دولة كبيرة أخرى الحالات المنصودة بأسرار الجانبية أوليلة جداً ولم يؤكد علمياً حتى هذه اللحظة الاحتمالية أن يكون الأسرار الجانبية دي ناتجة عن اللقاح فإذن في القلاصة أن اللقاحات مطلوبة ومهمة وآمنة وسعي الدولة لتوفير هذه اللقاحات من جميع المصادر المهتملة أو التي كنتج اللقاحات والاتصال المستمر لتوفير هذه اللقاحات وتوفير الأموال اللازمة لشراءها أو الحصول عليها كل هذا يؤكد حرص الدولة على حماية وصيانة الدولة من هذا المرض الخطير وحماية أرواح المواطنين طيب دكتور أخيراً كنت أعيز أعرف من حضرتك التطعيم الكورونا هيكون سنوي زي تطعيم الأنف الوانزة الموسمية ولا هو بس هيكون على جرعتين وخلاص كده بيبقى الإنسان خد وقايا من الكورونا خد وقايا لمدة معينة وينكم إحدى الشركات الكبرى المنتجة لهذه اللقاحات علنت أنها محتاجة تدي بعد ست شهور وحنا قلنا كده من زمان والله حضرتك أن التطعيم ده تطعيم ضد الفيروسات وأنه ما بيديش مناعة يعني بيسميها فيها حضرتك بعض اللقاحات الواحد ياخدها ياخد مناعة وفيه لقاحات أخرى بتحتاج ما يسمى الجرعة المنشط هو ده يمثل جدا التطعيم بتاع الإنفلوانزة الموسمية الإنفلوانزة الموسمية التطعيم بتاعها بيتكرر كل سن فإذا بعد الفيروس ده إن شاء الله الوباء يعني حدته تختفي وإذا احنا شايفين في حد بلاد كثيرة جدا هناك تحول لهذا الفيروس وهذا طبيعي جدا أيضا ولهذا السبب من المؤكد إن هذا التطعيم إذا استمر من انتشار هذا الفيروس كوباء أو كفيروس من الفيروسات التي متوطنة في البلاد في معظم البلاد هذه الحالة بيستوجب الأمر التطعيم سنويا وطبعا بدأت الشركات تعلن هذا فعلا وطبعا يا دكتور التطعيم سنويا ده بيكون على نفس النوع اللي أنا كنت واخدها قبل كده لا هي أشوف ساتك الفيروسات عندها حدرتك قدرة كبيرة على التحول والتحول هو نفس الفيروس اسم كورونا كذا إنما حدرتك السلالات أو التفارات اللي افتحصل في الفيروس بتقدر الشركات المنتجة للقاحات إنها تعرف هذه التفارات وتحددها على هذا الأساس بيكون التطعيم اللاحق بيكون يعني يشمل هذه السلالات أو هذه التفارات وعشان كده هو نفس الفيروس آه لكن ما تحت الغروس الأساسي بيوجد تحولات والقاحات الجديدة بتشمل تطعيم ضد هذه التفارات أو هذه السلالات شكرا لك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية وكل سنة وحضرتك طائف عالم الفلك فيه أسرار كتير وبيكشف في العلم حاجات جديدة منها كل يوم أكيد كلنا عارفين كوكب زحل بحلقاته الجميلة والمميزة ولكن أكيد مش كلنا عارفين الأقمار اللي بتدور حوالين كوكب زحل خصوصاً أن المعهد القومي للبحوثة الفلكية كشف عن عدد أقمار كوكب زحل وقال أنه لحد النهاردة تم تأكيد وجود 82 أمر لكوكب زحل وأن أصغر واحد مساحته عبارة عن جزء من الكيلومتر وفي صورة تم نشرها للكوكب بتظهر 6 من أكبر أقمار زحل ووضحها المركز أن تايتان وهو أكبر من قمر الأرض وأكبر كمان بنسبة قليلة من كوكب عطارد وأكبر أقمار زحل بيوصل لـ 5150 كيلومتر وده كان أول قمر بيتم اكتشافه لكوكب زحل عام 1655 من قبل عالم الفلكة الهولنزي كريستين هويكز واستمرت اكتشافات الأقمار لحد عام 2019 ومعنا على تليفون دكتور جادة القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجويف القيام صباح الخير عليك خير فندم على حركة جميع المشاهدين وكل ساعة وحركة طيبين حضرتك طيب لو تكلمنا في الأول عن عدد أقمار زحل وأحجامها وكيفية معرفة وكيف تمكنتم من معرفة العدد خلينا أقول لحركة الأول وللمشاهدين يعني نعرفهم إيه هو كوكب زحل الأول قبل أن ندخل على الأقمار كوكب زحل هو سادس كوكب في المجموعة الشمسية سادس كوكب ترتيب من الشمس بعد كوكب المشترى وهو تاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية حجمه حوالي تسع مرات من كوكب الأرض حشان بس نبقى متخيلين حجم الكوكب اللي احنا بنتكلم عليه لما نقول أقمار حجمية كده بالناس متخيلة لأن أحد الأقمار زي ما حريك وضحت في التقرير اللي احنا نشرناه أكبر من الأمر بتاع الأرض مرتين تمام احنا عندنا اللي تم تشافه حاليا حتى الآن من أقمار حوالي كوكب زحل هم 82 أمر وليه نقول حتى الآن لأنه حضراتكم عارفين الفترة الأخيرة يمكن العشر سنين الأخيرة تحديدا فيه سباق رهيب فيه برامج اكتشاف الفضاء برامج فضائية اتعملت خصيصا لاتشاف الكواكب المحيطة بينا ويمكن كان أحدث حاجة المركب الروبوت اللي نزل على كوكب المغير عشان يصور أرض المغير وياخد منه عينات الهدف من كل الرحلات والبرامج الفضائية اكتشاف الفضاء الخارجي اكتشاف هل فيه حياة في الخارج ولا لا هل الكواكب دي تصلح للحياة الأدمية من عدمه وطبعا ده بيرد على جزء من الشئعات اللي بتروض من حين لآخر الأطباق الفضائية اللي موجودة وكائنات فضائية طبعا الكلام ده كله مش موجود لأن لو كان موجود كاتر رحلات الفضائية اللي برا دي صورت الكواكب والكائنات الفضائية أو الأطباق الطائرة اللي بتيجي كما الشائعات بتقول نرجع لكواكب زحل هو فعلا يمكن الحلقات اللي احنا بنشوفها الجميلة اللي حوليه دي هي ده تجميع للأقمار اللي بدور حوليه كلما ازداد التكنولوجيات الرزق كلما قدرنا نتعرف على تفاصيل أكتر للأقمار دي وعددها وحجمها يمكن ما يميز كوكب زحل انه كوكب غاز احنا عندنا المجموعة الشمسية الكواكب اللي فيها كواكب سخرية زي الأرض والمريخ وحاجات غازية زي المشترى وزحل بالكواكب الغازية دي هل تصلح عليها الحياة من عدمه؟ أنا كنت رسا سأسألك السؤال ده في أي حياة تصلح على زحل؟ ده للسه يعني لم نتيقن دي لأنه ما فيش ولا رحلة فضائية اطلقت لدخول تلك الكواكب إذا كان مشترأ أو زحل لكن كل الدراسات اللي بتقوم عليه والمعلومات اللي عليه كلها بيتم رصدها من البرامج الفضائية طب حضرتك يا دكتور جاد كان قبل كده طلع كلام كتير عن إمكانية الحياة على كوكب المريخ كلام ده حقيقي؟ حتى الآن لم يتم تأكيد ذلك والعينات الصخرية اللي أخذت من المريخ وجارت تحلالها عن طريق وكالة ناسا ويمكن وكالة الفضاء الصينية مؤخرا عندها برنامج ناجح جدا واخذ عينات لكن كلتا وكالتها الفضاء لم تؤكد بعد صلاحية الكوكب للحياة الأزمية شكرا لك شكرا جزيلا دكتور جادة القاضي رئيس المعهد القوم للبحوث الفلكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتركيز الاهتمام على اهمية قضايا السكان في العالم بدأ الاحتفال به لأول مرة في 1990 وده كان بسبب وصول عدد سكان العالم لخمسة مليار نسمة في 1987 وده الرقم اللي زاد بشكل كبير ووصل عدد سكان العالم في أول شهر يوليو 2021 لحوالي 7 مليار وتسعمية مليون نسمة وده بيزود التحديات العالمية لو اتكلمنا عن مصر فاحنا بنمر بنفس التحدي مع جهود التنمية وتأثير الزيادة السكانية غير المحسوبة على ثمار التنمية وده اللي هننقشه مع ضيفنا عبر سكايب دكتور عاطف الشياتي استشاري الصحة الإنجابية ومقرر المجلس القومي للسكان السابق عفوا عاطف الشيطاني صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا فاند وصباح الخير على كل المشاهدين لو في البداية حضرتك تكلمنا في اليوم العالمي للسكان ايه خطورة الزيادة السكانية المستمرة على مصير كوكب الأرض بشكل عام مع التغيرات المناخية والبيئية هو طبعا من المهم ان احنا نركز على ان الامم المتحدة لما اهتمت بالقضية السكانية وحاولت انها تعلن الاحتفال السنوي او الاهتمام السنوي للسكان كان اصدها انها تربط مع حاجتين مهمين مش المفروض ابدا ان احنا انساهم اللي هم البيئة والتنمية البيئة واثار السكان والزيادة السكانية واثار نوعية السكان الغير جيدة على البيئة اعتقد انها خطيرة وعلشان ابسط الامور يعني السحابة السوداء احنا عدنا سنين وانحنا بنتعام معها نتيجة حرق الرز وده نتيجة الزيادة السكانية ونتيجة النوعية والجاهل عند البعض في التعامل مع البيئة وجاهله بأصارها السيئة حتى على الاطفال فده عشان كده الامم المتحدة ركزت على البيئة كمحور اساسي مع السكان المحور التاني هو التنمية واعتقد ان التنمية كل الناس عرفت ان احنا التنمية من الحاجات اللي لازم تكون اضايا سكان مدمجة فيها مصر دلوقتي عندها خطة تنموية تموحة بتحاول بقدر ان كان انها تعود على السنين طويلة يمكن ركزنا فيها على السكان كعدد نسينا التنمية اللي بتهتم بنوعية البشر نسينا التنمية بمفهومها الشامل حتى دلوقتي شبكة الطرق اللي بتتعمل تطوير البنية الاساسية كلها بتصبح في الاخر في الانسان وطريقة حياته اسلوب حياته انما هذا لا يمنع ان احنا نقدر يعني ان احنا نعترف بانه هناك كثير من التحديات امامنا كثير من المدارس مفروض انها تبنى وكثير من الجهود وانا اقلبي اللي يمكن واسمحيلي ان انا اكمل في النقطة دي عشان سؤال حضرتك مهم اللي هو برنامج حياة كريمة اللي يتم دلوقتي هو بيصبه بشارة في نوعية حياة الانسان المصري خاصة الانسان اللي عايش في الصعيد وبالذات في ريف الصعيد اعتقد ان الدولة دلوقتي ملفاتها اصبحت انا كان سؤالي القدم لحضرتك اللي هو كان ازاي حضرتك بتشوف دور الدولة في مواجهة الازمة السكانية خلال الفترة الاخيرة الدولة من اعتقد انه خلال هذا العام ظهر الدعم السياسي الغير المسبوك لبرنامج وقضايا السكان وده بان في تكليف مجلس الوزراء ومجموعة الوزراء المعنية بالسكان في عقد بعض الجلسات واعداد خطة والتركيز على ان التخطيط يتولى جزء مهم من الخطة اعتقد ومعلم حتى في وسائل اعلام اعتقد في الوقت الحالي الدولة عارفة هي عايزة وبتحاول بقدر تحدد مصار وتحط اهداف انما انا طبعا مضيف من عندي ان الدولة لازم تنتبه الان استقرار ادارة البرنامج من الحاجات المهمة جدا واللي اثرت في بعض الاحيان على الملف ده بالسلب اخرت النتائج شوية فانا اتمنى ان الفترة اللي جاي يكون فيها ادارة وقيادة واضحة للملاد في السكان والخطة باهداف محددة ومسؤولية واضحة وعشان حتى مجلس النوابي يستطيع لعب دوره في المسائلة في الوقت المناسب لان احنا بدأنا نجمي سمار جهود ناس فائر ما قدرش اقول ان العملية دلوقتي غير يعني ما تحسنتش لا الدنيا متحسنة والدنيا احسن ومساكنا والذي راجع دلوقتي الاحصاعات الحيوية اللي بيصدرها المجلس المركز التعبية العامة والاحصى يقدر يعرف ان الموليد بدأت بدأت السيطرة عليه معدل الموليد بدأت السيطرة عليه وده نقطة كانت خطيرة احنا كنا وصلنا لتلاتة وواحد وتلاتين او اتنين وتلاتين في الالف وده كان رقم خطير بالمقرر للدول المتقدمة اللي بيكون فيها حوالي خمسة ستة سبعة او ببساطة مصر عايزة توصل لان كل اسرة تنجب بالاكثر او في المتوسط الطفلين يبقى فيه احلال وتجديد على مر الزمن وده عملية مرهقة وعملية عايزة تركيز على مدى سنون طويلة فالدولة دلوقتي على وعي ومدركة وهناك الالتزام السياسي اللي كنا بنفتقده في بعض الاحيان لانه كان بيبقى موجود على مراحل اعتقد الرسالة واضحة دلوقتي للمسؤولين والمجتمعات وحتى المحليات ان الدولة عزمة على السيطرة على الزيادة السكانية انما احنا مش هنوصل لمعدل الاحلال اللي هو يستقر يعني عدد السكان الا بعد سنون طويلة فلازم الناس تفهم ان استمرارية البرنامج لعشرات السنين هو مطلب اساسي وده بيحتم استقرار البرنامج ويمكن ندخلنا في قضية فرعية تانية انه هل القضية السكانية في مصد تحتاج الى تشريعات معينة حتى تضمن الاستمرارية مع تعاقب الاجيال وتعاقب المسؤوليات طيب دكتور عاطف لو تكلمنا عن اهم الخطوات التنفيذية اللي بيتم العمل عليها ومتوقع انها تحقق نتائج ايجابية للحفاظ على سمار التنمية وتوفير حياة افضل للمصريين هو ده سؤال يعني خطير وفي لب الموضوع لان الدولة بتتعامل مع القضية السكانية انها لها شق يعني تنموي مؤتم بالانسان ونوعية الانسان ولا شق لها علاقة بخدمات تنظيم الاسرة وخدمات الصحة الانجابية يعني دلوقتي مجموعة الاجهزة والوزارات الخدمية بتحاول بقدر انها تشارك في انها تتجه للمحورين الاهميين دلوقتي وانا اتمنى في المستقبل ومش اتكلم على دلوقتي ان يبعي البيئة لها دور في الخطة يعني انما في الوقت الحالي اللي يمكن من المهم محاولات توفير وسائل تنظيم الاسرة لكل ناس اي نعم هو اتحدد مجانية الوسائل او تم اقرار مجانية الوسائل عن طريق وزارة الصحة انما وزارة الصحة هي بتشارك تعريبا في نص سوق خدمات تنظيم الاسرة يعني وزارة الصحة عملت اللي عليها وتوفر الوسائل عن طريق اكثر من 5000 عياد التنظيم الاسرة موجودة على مستوى الجمهورية في المقابل القطاع الخاص بيشارك عن طريق السيدليات والعيادات الخاصة ودي نقطة مهمة لان البسيطة لو ملقاتش كمثال او الوحدة الصحية بعيدة عنها او على العل ممكن تروح للعيادة الخاصة او السيدلية عشان تشتلي هتلاقي فيه فرق جامد ما بين وسيلة منع حمل مجانية داخل وزارة الصحة زي برشام منع الحمل وبرشام مثلا باربعين جنيه موجود في الصدرية فدي نقطة مهمة الدولة بتعمل عليها بس اعتقد ان برضو علشان اكون كلامي موضوع ان القطاع الخاص لازم يكون دور مشارك ودور فاعل في هذا الموضوع في مقابل بعض حزمة حوافز ممكن الدولة تسهل الصدرية حتة تانية كمان ان اعتقد في الخطة الحالية وده ظهر في اجهز في وسائل الاعلام ان وزارة الصحة هتبدأ تستغل بعض الاماكن في وحدات الرعاية الصحية الاولية زي المشوفات التكامل والحاجات دي انها تدي فرصة للنساء انها يعني تزيد في مهاراتها وتكتسب بعض المهارات في تشغيل نقول تبقى منتجة يعني منتجة داخل وحدة الصحية دي فكرة طبعا عظيمة واعتقد ان هو اكتر من جهة محتاجة انها تشارك في هذا الموضوع ووضع معايير وتشجيع النساء على انها تتردد على الوحدة ليس بغرض الخدمات الصحية فقط ولكن بغرض اهداف تنموية لها والأسرتها يعني ده بالنسبة للخدمة النقطة التانية ان وزارة الصحة او الحكومة نقول الدولة دلوقتي ان الدولة هي لما توليها الملف بالكامل بقدر يمكن تحاول انها توسع الاختيارات توسع دائرة الاختيارات من وسائل من حمل امام الستات يعني الستات دلوقتي تقدر تاخد كابسولات تحت الجلد لمدة ثلاث سنين تاخد اللوالب وعلى فكرة برضو العلم اثبت ان الناس البسيطة الستات البسيطة اللي هم اكثر انجابة بيحتاجوا الوسائل من الحمل اكثر فعالية واكثر فترة للاستخدام يعني اللوالب ممكن يقعد 12 سنة الكابسولة تحت الجلد ممكن تقعد ثلاث سنين احسن من برشان ممكن تنساها حقنا ممكن تنساها كل ثلاث شهور دي قص دكتور عاطف معلش انا استأذن حضرتك تخليك معنا وهنستعرض مع حضرتك بعض المعلومات عن اهمية اليوم العالمي للسكان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضرتك يا دكتور عاطف مرة تانية في هذا الصباح وخليني اسألك عن اهم الاثار السلبية الي بيتعرض لها المواطن بشكل مباشر من زيادة تعدد السكان يعني احنا ممكن ناخد من السؤال ده نقول نستخدمه في حاجتين ايه هي السلبيات او الاثار السلبية الاثار السلبية الخطيرة احنا قلنا قبل كده على البيئة وفي نفس الوقت على الفقر لان اكتر نقول الفقر كان عملية محورية بالنسبة حتى الاهداف التنموية اهداف المستدامة اهداف التنمية المستدامة اللي اعلنها الامم المتحدة وشارك فيه في التوقيع عليها جميع الدول ومنها مصر اللي تنتهي في 20-30 الفقر كان محوري في كل الاهداف يعني الفقر له قصر على الصحة الفقر له قصر على البيئة الفقر له قصر على الزياد السكانية الفقر له قصر على اقتصاد فلازم علشان ما نفقدش تركيزنا نبعارفين ان القصر السلبي الخطير على المجتمع هو الفقر بابعاد والمختلفة عشان كده من المهم اننا علشان البناء ادم المصري ما يتأثر سلبا بالزيادة السكانية خصوصا في المناطق الرفعية اللي معها الزيادة بيحصل نقول تعدي على البيئة تعدي على الموارد حتى الزراعة والميا المدارس مش مكافية كل شيء بيبقى في حياة بتبقى صعبة في المقابل الدولة بتحاول ان هي تجنبه هذا بالبنية الاساسية والتوسع في توفير الموارد ولكن في المقابل هو الاهم هو البناء ادم نفسه لان الموارد مهما وفرتها لو كانت في ايد واحد جاهل هو مش يقدر يستفيد حضرتك ايه المطلوب من المواطن للحفاظ على نسبة السكان وادراك مدى الخطورة يعني ازاي تكون يحسبوا ان داخل كل اسرة مش لازم الاعداد تزيد ازاي يعني ازاي يقتنع السؤال حضرتك واضح وبالنسبة له هو بيتوقع شيء من الدولة وهو علي ان هو يعمل حاجة اولا البناء ادم هنقول ابسط ناس عمال الترحيل الناس اللي شغال في الارض بالاجرة الراجل ده بيفكر بشكل مختلف هو في يوم الايام انا عادت مع سيدة في سهاج ابنها بيشتغل في المحجر فانا بكلمها في تنظيم الاسرة وهي بتقول لي طيب يا بي انا بجيب الولد علشان يساعدني الولد بياخد دلوقتي بالالاف كل شهر علشان يطلع المحجر ما جيبوش ازاي وهو اللي معيش الفكرة دي موجودة في سهاج هتلاقي في الحاجر هتلاقي في حاجر المريس حاجر كل شوية حاجر هناك الناس كلها شغال البناء دم والأسرة دي محتاجة دعم بشكل ورسالة مختلفة عن اللي قاعد في اسكندرية كمثال في عشوائي اسكندرية عن اللي قاعد في كفرشير فعشان كده من المهم ان يحصل لا مركزية في التخطيط وان المحليات تبدأ تتولى مسؤوليتها بوضوح علشان تقدر تدور على أدوات تناسب أحوال الناس أولا في حاجات محتاجين القانون فيه الطفل لا يمكن أبدا أحرمه من التعليم لا يمكن مفروض ان القانون يجرم التسريب من التعليم المفروض البنات ما يعدوش في البيوت مستنيين يتجوزه لان الزواج المبكر من المشاكل اللي برضو بتيجي نتيجة الفقر اللي جي نتيجة الزيادة الرجل ممكن يكون جاب عشر بنات علشان يجيب الولد ولما بيجوا البنات بعد كده بيضطر يجوزهم أي جوازة ويخرجهم من المدرسة دي قضايا معينة موجودة في مناطق معينة في مصر لازم نركز عليها يعني هناك اختلاف ما بين الصغيرة وهناك قصة مختلفة تماما في التعامل مع قضية شاملة داخل المجتمعات محددة تنموية بمعنى اوفرها الوسائل مجانا في أي وقت وفي نفس الوقت اوفر للولد أو البنت الصغيرة المدرسة حتى حين لازم يكون لغاية 18 صنع وفي نفس الوقت لازم اديها القدرة انها تنتج لانها عايزة تعيش عشان كده النموذج الشمولي اللي التعامل مع قضايا السكان لازم يكون مختلف ولازم يكون واضح ما يبقاش تنظيم الوسر بس لان الدولة خدت سنين وهي لما بقت كلمة مراضفة لسكان تنظيم الوسر لدرجة الناس بدأت تقول انتوا عايزين تقليلوا العيال لان العيال بتجيب الرز والعيال دلوقتي يطلع يركب تكتك ويجيب رز لأسرته بقت قضية مركبة محتاجة ان الناس في المحليات يفحصوها لان ما يدفعش معه غير شيء متفصل لهم تنموي وبيئي ومحاربة الحمالات المختلفة اللي بتقوم بيها الجهات الرسمية زي وزارة الصحة وتضامن من خلال توعية بأهمية تنظيم الأسرة رأيك ان لها دور في تغيير أفكار المصريين ودفعهم للتحكم في الزيادة السكانية أولاك حاجتين يعني أعتقد أنهم لازم يذكروا واحدة من ناحية التنموية برنامج تكافل تكافل بالذات مش كرام لأن التكافل بيدي اللي بتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بيدي للأسر الفقيرة منح شهرية مشروطة مشروطة بإيه بأن الطفل ياخد حقه من الخدمات اللي بتوفرها وزارة الصحة وإنه يروح المدرسة بانتظام فبتراجع الحضور المصراف بالرغم من كورونا ومشاكله إنما هي اكتهدت في أنها تدي المفهوم ده تزرعه في وسط الناس وفي نفس الوقت الأطفال اللي كانت ما تتطعمش بدأت تطعم الأطفال اللي كانت ما نقول لي ما بتتغزاش كويس بدأت تتغزى كويس وبدأت تتردد أعتقد دلوقتي يعني بتستهدف ناس كتيرة ملايين الأسر الفعيرة وأنا أتمنى لأن النتائج ما نستعجلش فيها أنا أتمنى أن هذا البرنامج يفضل ممتده أعتقد أنهم يفكروا يمأسسوا البرنامج ويخلوه ما يبعاش منحة مثلا موجودة ما لهاش علاقة زي ما احنا تربينا زمان كان داما نقوله ما عاش كذا وما عاش كذا وما عاش كذا ناس بتاخد فلوس بس هي مش عارفة يعني ما لاش نتيجة متفق عليها في المقابل وزارة الصحة أنت لا تتصوري أن شبكة عيادات وزارة الصحة شبكة عيادات تنظيم عصبة واللي بتقدم خدمات الصحة الإنجابية شبكة رهيبة يعني هي بتعد دلوقتي الست آلاف وعندهم عيادات متنقلة فهي موجودة في كل حد يعني وبعدين بتقدم العيادات بتقدم مجانة والوحدات الصحية بتقدم مجانة هو ناقص ناقص بعض الإجراءات أعتقد أنهم في سبيلهم أنهم يتعامل معها هي بزيادة الثقة بين البناء آدم البسيط والأسرة البسيطة وعيادة تنظيم الأسرة هو في حاجات الدولة محتاجها من خلال التشريعات برضو أنا بعيد وعادت كمثال أن مش أي حد يقدر يدخل عيادة تنظيم الأسرة غير 6 إنما طب الرجل لما يحب يسأل يروح فين هو يحجل أن يدخل عيادة تنظيم الأسرة فعشان كده من المهم تشبيع الرجال إنها تفهم وتعرف وده ممكن التلفزيون والألم يعني يشتغل عليه وفي المقابل برضو ما ندرش ننكر إن الإصلاح الصحي اللي بيتم موجود اللي هو بدأ على مستوى الجمهورية وفي بعض المحافظات دلوقت عطاقت برسعية نموذج فبدأ يتحولوا من طبيب تنظيم الأسرة طبيب الأطفال طبيب التطعيمات طبيب اللي كان موجود دلوقت في وزارة الصحة إنه هو يتحول إلى طبيب عام اللي هو طبيب الأسرة اللي يقدر يتعامل مع الزكر والأنسة ويتعامل مع الأطفال كمرحلة حضرتك يا دكتور مبادرة زي اتنين كفاية وحملات طرق الأبواب اللي بتتم وسهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة التوعوية رأيك فيها اتنين كفاية لا هدف وهدف ساني يعني اتنين كفاية أولا شعار تبنته الدول وهذا الشعار هو اعتبريك إنه نصيحة للأسر هم اتنين كفاية بس هو الحوار لازم هيمتد يعني هو وزارة التضامن شاركت فيه ان اتنين كفاية يبسلوجان كده الدولة عارفة الناس عارفة إنما هو ما يقدرش يقف لوحده لأن الناس ممكن تسأل البوصات بالزر ليه اتنين كفاية فده يتطلب أن يبقى فيه حوار موجود وكان بدأت بعض الحملات اللي بتأكد على فكرة اتنين كفاية في التلفزيون بس انت عارفة التلفزيون بقى غالية يعني دلوقتي هي محتاجة أنها تستمر يعني الحوار الدائر بين الناس المجتمع مستمر اتنين كفاية هو مشروع بتنفذ وزارة التضامن عن طريق شبكة من عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يعني الحوامل بيتم تقديم خدمات رعاية الحمل لهم من خلال جمعات أهلية فهو ليس تنفسي مع وزارة الصحة ولكن مكمل مع وزارة الصحة فالخلاصة أن وزارة التضامن هي بتلعب دور فاعل تنموي وفي تقديم الخدمة للفئات بالذات الغير قادرة وفي المقابل وزارة الصحة بتقدم الخدمة لفئات لنفس الفئات يعني السبت دلوقتي بقى قدامها تروح العيادة الجمعية الأهلية بس بتروح بعض الضهر أيما تروح وزارة الصحة فكل الجهات بتشارب في عملية التنمية وفي عملية تقديم الخدمة وفي عملية الحفاظ على البيئة اللي أنا أتمنى أن يبقى جزء لا يتجزء من البرنامج في الوقت الحالي طب في رأيك أخيرا دكتور عاطف الحملات اللي حصلت واللي أمت بها الدولة أمت بالفعل بتصحيح المعتقدات الخطيئة والأفكار الخطيئة أن زيادة الإنجاب عزوى وسؤالك صعب إجابته لأن المسوح يعني إحنا آخر حاجة عملناها مسح 2014 مسح سكاني صحي بيسأل عينة من السيدات على الإجابات اللي حضرتك إيه هي كمثال يعني هو عدد الأطفال النموذجي للأسرة حضرتك السؤال ده في منطقة خطورة لأنه اكتشفنا في 2014 اللي لسه ما عرفناش بعد كده هو تغير أو تحسن أو لا بس من المتوقع أن هذا المسح يتم تنفيذه السنة دي إن شاء الله السؤال ده اكتشفنا أن العدد النموذج لأطفال هو ثلاثة بتزيد في الصعيد لثلاثة ونصفة أنا بتكلم على المتوسط تم توصي عدد الأطفال وبتقل في الحضر بس أنا بقول لحضرتك الفئة اللي كانت مفاجأة لنا إن الفئة المتعلمة المتعلمة شايفاء تلاتة الفئة اللي هم حوالينا اللي هم بنشوفهم في الشغل فإذا كانت المشكلة إحنا عادنا فترة بنركز في أهل الريف وبنقول دول اللي عايزين خمسة وستة والدولة عايزة تجيب اتنين لكل أسرة طب نعمل إيه في المتعلمين اللي عايزين تلاتة لكل أسرة يبقى أنا محتاج رسالة تانية أو تعامل تانية مع الفئة اللي هي بنتين وأنا عايزة أخاول أجيب لولد البنتين أو تلات بنات عايزة أجيب ولد إن شاء الله يقدر أن الشعب المصري المعتقدات دي تتغير وشكرا لك شكرا جزيلا دكتور عاطف الشيتاني استشاري الصحة الإنجابية ومقرر المجلس القومي للسكان الصادق زي ما بنتكلم عن الأضرار اللي ممكن يسببها الإفراد في تناول البروتين مع ارتباطه بحصوات الكلا وغيرها من المشاكل الصحية لكن في مفاهيم كتير اتغيرت عن البروتين مع نظام الكيتو دايتا الغذائي واللي تحول فيه البروتين لوسيلة لإنقاص الوزن والبروتين يعتبر من المغذيات اللي بيحتاجها الجسم لبناء كتلة عضلية دا غير انه مهم لكتير من وظائف الجسم الحيوية وانقفاض البروتين بيسبب تقلبات في المزاج وفي النفسية بشكل عام وبيسبب برضو نقص البروتين تقصف الأظافر وتساقط الشعر خصوصا أن الشعر والأظافر والجلد بيتكونوا بشكل أساسي من البروتين ومعنا على تليفون الدكتورة مون عبد المطلب استشاري التغذية ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومية للسكر صباح الخير عليك صباح النور أهلا سهلا لو ممكن في الأول تكلمين عن أهمية البروتين بشكل عام والأهمية أو الكمية اللي احنا المفروض نستخدمها خلال اليوم يعني احنا الأول نبقى عارفين أنه البروتين عندنا ممكن نبقى ديه مصادر كتير في أكلنا علشان نبقى عارفين أن احنا المفروض ننوع المصادر دي مش بس المتبنية احنا عندنا مصادر طبعا حيوانية ومصادات نباتية طبعا الجوسيات العالمية بتقول أن المصادر الحيوانية دلوقتي يعني مش بتحبز قوي نحنا نأكل كل يوم لحمة حمرة المفروض نحن ناخد مرة واحدة أو مرتين على الأكثر يعني لحم حمراء لحم حمراء يعني في الأسبوع ثم بعد كده اللحم الضيضة تبقى أكثر صوية على رأسهم طبعا للأسناك عشان القومي جفريل يسي وهكذا بقية الأسبوع بناخد التروتينات النباتية والتروتينات النباتية الحقيقة ما أكثر هم عملنا في مصر عندنا طبعا يعني الحاجات دي الحمد لله متوفرة بكثرة الفول واللوبيا والتروتينات نباتية وعليت القيمة فيها أنواع كمان كويسة قوي من الألياف والنشوية احنا عندنا مصادر متعددة للتروتينات الحقيقة بس أنه الناس دائما بتبقى يعني فيه زي ما حيز ذكرت في الأول أنظمة جديدة كده في الدايت كل شوية بتطلع نظام جديد والناس بتتتابعه يعني بيدون شوية وعيد أنه المفروض يستخد إمتى ولو لدي أضرار إيه هي قبل الأول ما أرش عليه يعني لازم نكون عارف الكلام ده قوي فيها عندنا حضرت ذكرت ذكرت زي نظام الكيتو بيعتمد ميلي على الدهون والبروتيني على الدهون نسبة الدهون بتتعدى 70% والخمس 75% من الصغرات الكلية فلكن أنت تخيالي حضرتك أن إحنا فضلنا 25% بس ناخد فيهم النشويات والبروتيني بس هو ما فيهوش نشويات تقريبا خالص فيه بنسبة قليلة جدا يعني من 15% و 15% و 15% بروتيني الحقيقة أنه يعني برضو نظام ده يعني التوصيات بتاعت حالات معينة ممكن نتاخد لفترة معينة نحناش بنمشي عليه في دلوقت مش أي حد مفوض يمشي عليه زي المرضى اللي عندهم مثلا كوليستول مرتفع واستاذ فلي يعني توصيات معينة أو متطلبات معينة عشان أمشي المريض عليه إنما لو بنتكلم على الفروتين بقى فالفروتين دايما احنا بنشوفه فيه مشكلة شوية في الناس اللي هم البيجيتيري عد في حضرتك الناس النباتيين ما بياخدوش المصادر للفروتين فأكلهم حيواني بياخدوه نباتي فبياخدوه نباتي فقط الحياة من الغم دا صحي جدي ولكن مشكلته في إنه الفروتين حيواني لما ما بيتاخدش خالص إحنا جسمنا بينقص يعني أحماض أمينية معينة ما بيقدرش يصنعها لما بياخدش المصادر الحيواني بتنقص عندنا طبعا زي بحيك قلت الفروتين بيدخل في البناء بتاع كل حاجة في العضلات وفي العظم وفي الشعر وفي كل حاجة فإحنا لما بينقص عندنا هنفي الأحماض الأمينية عشان ما بناخدش فروتين حيواني بناخدش بقى في مشاكل ستيرة فهي دي بقى الحتة اللي إحنا عاديين ناخد بالنا منها فيه أنظمة من الأنظمة النباتية دي يقولك مثلا إنه أنا نباتي بس باكل بيد أو مشرب لبن أو أنا نباتي بس باكل سمك دي الحقيقة اللي هي البست يعني هي دي أحسن الحاجات لأن أنت كده يعني خطي الاتنين خطي المصدر النباتي الكويس المفيد جدا جدا لحاجات تسير جدا في جسد الجسماني وفي نفس الوقت أخذت المصدر الحيواني اللي هو بيديك الحاجات لجسد مش هيقدر يسمعها أو الأحماض دكتور الإفراط عمتا في تناول البروتين فيه ناس بالذات اللي بيتمرنوا في الجيم فيه المكملات الغذائية اللي هو البروتين شيك وفيه البروتين بقى نفسه اللي هو بيتاخد اللي هو اللحوم والفراخ وكل الحاجات دي أضرارها لو زادت بتدر إيه الوظائف اللي في الجسم اللي بتتأثر بطريقة سلبية بها يعني أنا بشكرة جدا على السؤال ده فإنه فعلا إحنا بنشوف ناس بقى العكس تماما بياخدوا كمية توتينات عالية قوي قوي لازم نبقى واخدين بالنا من حاجة التوتين زي ما هو مفيد جدا للعظم وللبناء عموما في جسد كمان لو خدتي منه كتير بينزل الكالسيوم في البول فتلاقي إنه أثر على صحة العظم والسنان فدي نقطة مو يوم جدا تاني حاجة ده ممكن يعلي أملاح اليوريك أسد حضرة عشرة مرض النقص والسوتينات وعلى رأسها طبعا اللي حوم الحمراء اللي حوم الحمراء والأعضاء الداخلية والسوتينات الحاجات دي كلها فيه مختاوى عالي من اليوريك أسد أو حامد اليوريك أو ماشي دي فعشان كده إحنا المفتوض إن الحاجات دي لو أخدنا بكمية كبيرة وفيه على فكرة أماكن عندنا في مصر أنا أشوف في قرية التناول بتاعها من المشهوم الحمراء عالي جدا جدا وفعلا القرية دي معظم فيها بيعانوا فعلا من ارتفاع النقرس نسبة النقرس عندهم والسوليستيرون وهشاشة العظم بسبب إنه كالسيان بينزل فيه فدي طبعا كلها أبرار من ديادة ناول برستين نعم احنا ممكن نخبط زي ما حيك قلت نبات في المصادة النباتية وممكن ناخد جميع مصادة حيوانية بعد زي ما قلت في فترة التمرين أنا مهمة جدا جدا أي حدا بيتمرن التمرين أكثر من ساعة وقته ياخد بروتين شيك في أول نص ساعة على طول بس المعلومة اللي عايزين نحن لحق عند الناس إنه من فضلك خد البروتين الصبيعي لا وما طبعا بيستسهله لأن البروتين شيك ده بيبقى موجود في الجم فده طبعا نستسير لا إحنا عندنا بدايل طبيعية لده ممكن نقولها لهم بالمنطقة البساطة إحنا لو خدنا كوباية لبن دي بروتين إحنا لو خدنا جريك يوغورت أو زبادي أو زبادي أو يعني كل الحاجات دي مصادر للبروتين عالب السونة يعني عندنا مصادر كتيرة جدا بروتيني قدر ياخدها المشكلة إنه لما بياخد المصدر الصناعي بمختلف أنواع وحادثة معينة في أماينو أسس بتاخد وحدها ده كل ده بيعمل حملة على المسكليا رهيب ومع الوقت بتلاقي إنه للأسف الشديد إحنا عاديين نبني جسمنا ونلعب رياضة والجسمنا يبقى صاحة أكثر لكن بتلاقي إن وظائف الأعضاء تأثرت في السلس فهي دي بس النصيحة يعني إنه إحنا ناخد البروتين في أول نصف ساعة بعد التمرين ويبقى البروتين من مصدر طبيعي وفي حاجات كثير قوي سهلة طب هي البروتينات النباتية بتبقى نسبة البروتين فيها عالية زي البروتينات الحيوانية ولا لا ده حقيقي فعلا اللي ماشي على النظام النباتي لو أخذت حضرتك ثلاث معالق فول بيبقى فيها سبعة جرام بروتين زي البيضة لما هتاخذيها بتبقى سبعة جرام بروتين الفرق بيبقى في حاجة اسمها البيولوجيكال فاليو أو القيمة الغذائية بتبقى يعني الأحماض الأمينية أعلى أو يعني انوعها زي ما قلت لك في الحيواني بيبقى فيه كل الأحماض الأمينية في النباتي بيبقى ناقص واحد فالنقصان ده هو اللي بيخلينا نقول إنه ناخد البروتين الحيواني بعد الفرق أو لفترة فيها بناء يعني لكن الناس اللي ما تقدرش مثلا في الناس تقدرش تشتري البروتين حيواني كل يوم بيبقى ليهم حلة بسيط قوي بنقدر بردو نقوله لهم إنه الحمد لله ربنا يعني خلق لنا الحاجة آه ناقص النباتي ده ناقص حمد أميني بس كل نوع ناقص حمد غير يعني بحضرتك لو حصتيهم على بعض يبقى أنت كده خدت بروتين كامل زي مثلا ردة الكوشة اللي احنا بنأكلها هي بيبقى فيها عدس وبيبقى فيها حمص يعني بيبقى فيها مختلف إنه عمل مصادر دي طب دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك عن الملوخية أهمية الملوخية كان في دراسات كتيرة في الفترة اللي فاتت قالت إن هي لها دور في علاج الاكتئاب والقولون وفيها كمان فيتامينات كتيرة قوي مغزية الكلام ده حقيقي ولا إيه مدى صحته الحقيقة يعني ده مش الملوخية بس دي حاجات الخضرة اللي هي الباكنة الأوراق الخضراء الباكنة عموما هتلاقي حضرتك فيها اللي بتقولي عليه ده بالضبط مليانة بوتاسيوم ومليانة ألياف غزائية مخيدة جدا جدا ده بلاس كمان إنه إحتي عندنا يعني طرق البقى التحضير الطعام نفسها إحنا كمصيين بتضيع فايدتها آه إنته آه أوكي بتقولي إيه لا بتقولك لو الحاجة طبقة أكتر ممكن تضيع فايدتها على النار آه طبعا هو البيتامينات بتتأثر بالحرارة عشان كده إحنا لازم ناخد الحاجة فراش ده ممكن نحق أوكي بس ثلاثة إنما أنا عادي أقول إنه طرق التحضير نفسها إحنا بنزيد كمصيين حاجات نفسها قوي يعني حاجة زي الثوم ده مضاد للإتهابات آه ومضاد للأكسادة وإحنا بنحط الحقيقة بالطريقة الصح اللي هو معلقة النية اللي ستكتب بريد السكرة بتعملها حيث معلقة النوم اللي ستكتب بريد آخر لأنها عرفة أن السوم النية هو اللي فيديه أعلى بسيط فإحنا يعني عندنا فوائد تكير الحقيقة للأكسادات المصرية بتاعتنا شكرا لك شكرا جزيلا أنا دكتورة مونة عبد المطلب استشاري التغذية ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للسكري في استمرار لنشاط المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظمت إدارة القوافل الطبية في مدرية الصحة والسكان بإنة قافلة طبية مجانية في مختلف التخصصات والتي استقرت في الوحدة الصحية لقرية الرحمانية التباعة لمركز نجا حمادي في إطار حرص مبادرة حياة كريمة على الاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية ومارست عملها مع تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا ووضح اللواء أشرف داوودي محافظ قنة أن القافلة نجحت في الكشف الطبية عن 1100 مواطن في 8 تخصصات طبية مختلفة وأكد أن القافلة بتوضح حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية للأسر الأولى بالرعاية من خلال قوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية ومعنا على التليفون اللواء أشرف الداوودي محافظ أنا صباح الخير عليك وكل سنة وحضرتك طيب صباح خير حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب في البداية لو ممكن تكلمنا أكثر عن القوافل الطبية ومين المستهدف منها طبعا القوافل الطبية هي جزء من مبادرة حياة كريمة وطبعا المستهدف منها أبنائنا البسطاء اللي موجودين في القرى والريف المصري وطبعا في محافظة إنا في قرى ونجوع محافظة إنا وطبعا القافلة بالحقيقة بيبقى فيها كل التخصصات يعني آخر قافلة حديث تتكلمت عليها كان فيها 8 تخصصات تعريبا كل التخصصات الحيوية زي البطنة زي العظام زي طب الأطفال الجلدية والتناسلية طبعا كل التخصصات اللي يحتاجها المواطن في أماكن توجده الخدنة بتعديله في مكانه بجودة عالية جدا ولوحلات المحتاجة عمليات لتحول للمستشفى المتخصصة لإجراء العمليات وده جزء من المنظومة الكبرى اللي هي حياة كريمة ولو سمحتي لي أتكلم عنها شوية أتفضل أتفضل حضرتك أتكلم معنا طبعا المشروع قامل تطور الكورة الريف المصري ده مرحلة تانية من مبادرة خامة الرئيس لحياة كريمة والمبادرة دي أضخم مبادرة إنسانية في تاريخ الدولة المصري تسعى بشكل مباشر لتحسين أوضاع الكورة الأقصر فقرة في مصر وتطوير وتقليل الفجوة بين المدن المتطورة بحيث أن يبقى عندنا ابننا أو أولادنا في الكورة المصري بيعيشوا حياة كريمة يعني تساوي أبناء الحضر من الموجودين في ربوة مصر والمبادرة يعني طبعا تكلفتها كانت في البداية حالي خمسونة مليار على رسالة الجمهورية وازدادت دولئة لسؤولة مليار ومتوقع أنها تزيد عن كده بالنسبة لمحافظة إنا يعني كان لنا الحمد لله نصيب كبير من المبادرة نحن عندنا كسع مراكز في محافظة إنا في المرحلة الأولى من تطوير الريف المصري داخلية بخمس مراكز تقريبا حوالي واحد ومص مليون مواطن في محافظة إنا هستفيد من المرحلة الأولى فقط الدولة المتكلفة في المرحلة الأولى ما يقرب من حوالي خمساشر مليار المبادرة زي ما حالي تشوفي من ضمنها في القافلة الطبية المبادرة نفسها بتأسس لحياة كريمة المواطن بمعنى أنه يبقى عنده بنية تحتية كاملة من شرب من صرف الصحي من كهرباء من غاز من طرق برضو منزل المواطن هيبقى منزل كريم يتناسب مع قيمة المواطن المصري في الدولة المصرية بالإضافة كمان التمكين الاقترادي وده أهم عنصر من العناصر اللي هو دي سنية المستدامة أن نحن نوفر لأبنائنا في القرى والنجوع مهنة ينتهنها تبقى اللي خبرته في هذا المجال الدولة هتدعم هذه الخبرة وتكبره كيف تصبح صناعة داخل هذه الكرة طب حضرتك كانت كمان الأمم المتحدة أشادت بالمشروعات اللي حصلت في إينا لو تكلمنا أكتر عن هذه الإشادات وعن المشروعات طبعا نحن فخورين في مصر أن الأمم المتحدة اختارت برنامج كاملية صعيد مصر لأفضل برنامج للتنمية المستدامة ومكافحة فارح وطبعا البرنامج ده مبادرة رئاسية أخرى من صامة الرئيس والبرنامج ده اتعمل لأبناء الصعيد البداية بدأت في إينا وصهاج عشان إينا وصهاج كانت ترتيبهم في التنمية المحلية الـ 26 والـ 27 يعني الأخير والأبل أخير المبادرة دي الحقيقة البرنامج ده بيشرف عليه إشراف مباشر لوزارة التنمية المحلية بالإضافة طبعا لوزارة التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي البرنامج الحقيقة طبعا احنا في محافظة إينا ومحافظة طهاج الحقيقة بنقدي عمل الحمد لله بمتاز وده كان نتيجته أن البنك الدولي هتاح لنا نبالغ أكثر من المخاطف لها نتيجة اتقاء مستوى التنفيذ المشاريع في محافظة إينا احنا نفذنا محافظة إينا ما يكرم من 1400 مشروع في أقل من سنتين ونص بنسبة التنفيذ 100% تجاوز لـ 3.5 مليار جنيه لمحافظة إينا استفاد منه من أبناء إينا حوالي 2.5 مليون مواطن عايز أقول برضو من ضمن نتائج على الأرض الواقع يعني تبقى لآخر تقريب صدرت معدل البطالة في محافظة إينا انخفض من 11% في 23.11 تقريبا أصبح 4.8 من 10 تقريبا نزل حوالي 55% وده معدل كبير جدا وده يؤشر طبعا أن الدولة فيها برامة تنمية زي ما احنا شايفين سواء تنمية صعيد مصر سواء حياة كريمة أو تنمية الريف المصري المبادرات يومية والدولة شغالة يعني خليط نحل على مدار الساعة عشان نستقبل المواطن المصري طب حضرتك لو ممكن تكلمنا عن آخر استعدادات المحافظة لعيد الأطحى المبارك وكريطانا وحضرتك طيب وحضرتك صلحة والسلام طبعا يعني إن شاء الله عيد سعيدة حضرتك وكل المشاهدين إن شاء الله نحن يعني خلاص يعني دايما مبدئيا كورونا ولبقاءة الاحترازية شيء مهم جدا فنأكد على تنصير المساجد والتوابط التباعد بين المواطنين وعلامات التوابط التباعد والتزام المواطنين بالكمامات داخل المساجد عشان لقدره طبعا الحمد لله نحن واشتغلت بطول الحمد لله نحن في انصفات كبير جدا بالنسبة لإصابات كورونا وده برضو يعني مواشد يقول إن الدولة مرتزمة باتخياذ إجراءات صريمة وده كان أبدأ لنا الحمد لله لأرض الواقع إن النتائج سعلم جرية جدا والعداد بتقلبوا معدل كبير جدا طبعا يهمنا جدا في العيد أن يعني عيدنا هو دائما بيساعدنا على طول إن هو يحافظ دائما بالتمرار لا يوجد تزاحم التبعد بالتماعي شيء مهم جدا عشان إن شاء الله طبعا نحن المراقبة الأصوات والأسعار طبعا نحن نشغلين فيها برضو من ضمن الحاجات يبقى عندنا زواهر في العيد موضوع للتسول للتوابط الشوارع الحمد لله نحن نعملنا بضرة ومنعناها خالص المحافظة كل الأصار السلبية الحمد لله يجبنا نتغلب عليها إن شاء الله كده عد العيد يا مفترج إن شاء الله شكرا لحضرتك لواء أشرف الدابودي محافظ قنة للانضمام لهذا الصباح مشاهدين هنروح دلوقتي لفاصل أصير ونرجع لك تاني في هذا الصباح مشاهدين أهلا بيكم مرة تانية في هذا الصباح أكيد أي مصري شايف التغيير الكبير اللي حصل في كل محافظات مصر مع عمليات التطوير والتنمية والارتقاء بالبنية التحتية ولكن مشكلة النظافة كانت أزمة كبيرة خصوصا في محافظة زي محافظة القاهرة اللي تعدادها السكان كبير جدا مقارنة بباقي المحافظات في الفترة الأخيرة تبعنا الجهود اللي بتتمي في منظومة النظافة واللي بدأت بالفعل وهيبقى فيه منظومة مطورة شفنا بوادرها في القاهرة مع إطلاق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لحملات نظافة كبيرة باستخدام مكان الشفط حديثة لعمال النظافة بدل من الأدوات التقليدية ودي المعدات اللي ضعفت عمليات النظافة وقللت الجهد ده اللي هنتكلم فيه بشكل أكبر معظفنا في هذا الصباح اللواء إيهاب أشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة صباح الخير صباح النور يا فامي لو ممكن في الأول تكلمنا عن عايزين نعرف حاجات أكتر عن المعدات والأدوات الجديدة اللي تم الاستعانة بيها لتحقيق نتائج أفضل في منظومة النظافة في العاصمة طبعا مرحب بحضر لكم سيدة نوة مرحب بسادة المشاهدين طبعا حجم المشروعات اللي بتنفذ في محافظة القاهرة وفتح المحاول الشوارع الكباري كان لازم الهيئة تطور نفسها وتطور الوضع الحالي والوضع المستقبلي إن شاء الله فإحنا دلوقتي عندنا 28 مكنسة منهم 20 مكنسة بتشتغل بعربات لواري كبيرة إن أنا بشيل الرمل اللي بيكون فيه جوانب الطريق والطرق والفي المحاول برضو استحدثنا حاجة كده أو مكانة صغيرة حنستعملها مكان المهاشة دي حتكون إن شاء الله في الشوارع الرئيسية وفي المحاول وعملنا تجربة بيها في الدنيا العباسية وإن شاء الله هتعمم على المحاول والطرق الموجودة في القاهرة في الوقت الحالي طيب حضرتك تطوير وسائل النظافة واستخدام المعدات الحديثة ده هيقتصر بس على القاهرة ولا هيمتد لباقي محافظات الجمهورية مع المنظومة الشاملة للنظافة اللي تم الإعلان عنها قبل كده اللي هي يا فاند المسؤولة عن محاولة القاهرة ولكن احنا بنعمل نموذج في شوارع وفي ميدين وفي محاول القاهرة القاهرة زي ما حضرك عارفها يعني أربع مناطق الجنوبية الشرقية الشمالية الغربية في الوقت ده القاهرة إن شاء الله بإذن الله تقدم نموذج نتمنى إن باقي المحافظات تحزو حزو بإذن الله طيب سيادة الواقع احنا محتاجين نهارك من حضرتك اي أهم جهود الهيئة بالتنصيق مع الأحياء لمنع تركمات القمامة في الأول أعرف حضرك الهيئة العامة نظافة التجميل وإمارة القاهرة هي خمس مركزيات فيه المركزية للنظافة وهي دي المسؤولة عن الجمع السكني وعن نظافة الشوارع والمحاور فيه عندنا المركزية للتجميل ودي المسؤولة عن الحضائق اللي موجودة في القاهرة بالكامل فيه المركزية للإنارة ومسؤولة عن الأعمدة اللي موجودة في المحاول الرئيسية في الشوارع 22 ألف عمود بسم الله ما شاء الله في الفترة الحالية فيه المركزية للشؤون الفنية ودي اللي تمتلك أسطول من العربات والمعدات حوالي 960 عربية مختلفة الحمولات و150 معدة باللوادر وحفرات وخلافه وفيه المركزية المالية والإدارية وهي المنوط بيها الصرف على الهيئة وعلى أنشاط الهيئة من الموازنة العامة للدولة عندنا ورش انتاجية على أعلى مستوى عندنا في الوقت الحال احنا فتحنا الورش بتاعتنا من صلة عربياتنا ومعداتنا تصليح العربيات والمعدات وظهورها بكفاءة فنية بتساعد بشكل مباشر في رفع الترقومات اللي موجودة في الشوارع أو في الحواري أو في الأذقة أو في الأماكن الشعبية اللي الناس بتعاني منها لو تكلمنا لوقتي عن المركزية للنظافة وهي اللي مسؤولة عن الجامع الساكني ومسؤولة عن نظافة الشوارع احنا القاهرة اخرجها اليوم حوالي 18 ألف طن في اليوم احنا بنعمل على رفعها عن طريق متعهد جامع ساكني وعن طريق الهيئة نفسها بمعداتها وقصولها المشكلة اللي احنا بنشوفها في الشارع طبعا بتكون نتيجة ان الجامع الساكني ما بيتمش مية في المية المشكلة دي هتنتهي بإذن الله عن القريب العاجل لما نقدر ان احنا ناخد كيس الزبالة الكيس بتاعنا السكاب بتخلصوا منه من قدام باب الشق في الوقت ده هيتمنع اكيد التراكمات اللي موجودة في الشوارع هتتمنع الظاهرة بتاعة الفريزة هتختفي المناظر اللي احنا بنشوفها هتختفي علشان كده في المنظومة الجديدة فيه شركتين داخلين على منطقتين شركتين قطاع خاص شركة انفيرو مصر دي مضينا معها العقد انها تكون مسؤولة عن الجامع السكني ونظفة الشوارع في المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء هتكون مسؤولة عن الجامع السكني ونظفة الشوارع في المنطقة الغربية والهيئة هتقوم بدورها إن شاء الله في المنطقة الجنوبية والشمالية فيما ما يخص النظافة لو قدرنا إن إحنا نوصل وبأقصى سرعة نعمل جامعي السكني 100% كده الشوارع هتنضف تماما بإذن الله طيب حضرتك بعد ما الهيئة بتقوم بدورها وطبعا هو دور كبير ومجهود كبير جدا عليها المفروض إيه على المواطن اللي يقوم بيه عشان تفضل الشوارع نظيفة يعني قدل المواطنين نصايح عشان ما يعيدوش أنا مش هحمل المواطن المسؤولية كاملة ورمي الموجود في الشوارع على سلوك المواطن لا أنا من احتكاك بالشعب المصري الشعب المصري بيحب إن هو بيحب النظام لو فيه قدامه منظومة بيلتزم بيها المشكلة عندنا حضرتك زي ما قلت لحضرتك إن كان نسبة الجامع السكني حوالي 50-60% طب المواطن حيودي الحاجة فيه فمع المنظومة الجديدة ومع الشغل الجديد ومع إن إحنا نقدر إن إحنا نجمع القمامة من قدام باب كل شقة على ما أعتقد إن شاء الله بإذن الله إن المواطن حيستجيب معانا في بعض السلوك الفردي من بعض الأشخاص ده إن شاء الله أتمنى إنهم يدخلوا جوا الصف معانا إن في الأول وفي الآخر الشارع ده بتاعنا كلنا بتاع الكبير وبتاع الصغير بتاع جميع الفئات اللي موجودة في المجتمع طب حضرتك هيتم تطبيق عقوبات لإلقاء القمامة في الشوارع بعد تنظيفها عشان الحفاظ أكتر على نظافة العاصمة؟ هو دلوقتي حاليا في عقوبات شغالة في ظاهرة الولاد الفريزة اللي هي في الشوارع بس زي ما قلت لحضرتك وأنا يعني كلامي ووقعي إحنا اللي دينا لهم الفرصة إنهم يشتغلوا وجود قمامة في الشارع غلط بيجي عليها حاجات كتير جدا بيجي عليها الولاد الفريزة اللي هم بيبتدوا يلموا الحاجة بتاعتهم اللي هم بيبعوها وبيحتاجوها الزارة القطة وكلاف برضو في الموضوع ده فإحنا لما نقدر إن شاء الله وأنا بقول لحضرتك وقولي سيدة المشاهدين وأنا لامس الموضوع ده كويس جدا لو قدرنا إن إحنا نوصل لجامعي ساكني 100% فيه صواهر كتيرة جدا هتختفي هيبقى نقص لنا مثلا حاجات بسيطة سواء العربية اللي بتشيل ترقومات الرمل في المشروعات وكلافه لازم يلتزن إن هو يكون مغطي العربية بتاعته بمشمع لإنها بتعمل لنا مشاكل كتيرة جدا في الشوارع يعني الرمل اللي هو بينزل منها بيبقى يمين وشمال وده العربية المخالفة إحنا بناخد رقامها بنخاطب المرور وبيقف ترخصها وفيه غرام بتوقع على صاحب ملك السيارة الغرامات دي بتختلف من حلل تانية ولا بتبقى غرامات موحدة؟ لا يا فندم من حلل تانية يعني مثلا لو فيه إلقاء مخالفات في الشارع دي لها عقوبة لو فيه سير من دون مشمع لها عقوبة كل حاجة يا فندم في سياق القانون لها عقوبة وغرامة مالية طيب حضرتك عدد المخالفات اللي تمنى الضغط أول حاجة أه حضرتك عايز تكمل عدد المخالفات يعني عدد المخالفات في الفترة في السنة اللي فاتت حوالي 600 مخالفة فندم حوالي 600 مخالفة طيب رفع وعي المواطنين هل هو مهم في المرحلة الحالية دي للمساهمة في القضاء على التراكمات والأفعال اللي المواطنين بيقوموا بيها بشكل عام أنا زي ما قلت حولكم بعيدها تاني المواطن لازم يبقى فيه قدامه منظومة محترمة مختلفة فبالتالي هو بينصهر في المنظومة لازم يحصل جمع سكني 100% من قدام العمارات وقدام الشؤاء في الحالة دي المخالف اللي هيظهر أنه هو مخالف مش داخل معانا جوه المنظومة ده أكيد هيتوقع عليه غرامة وحتبقى غرامة قوية جداً لأنه بيضيع مجهود كبير جداً يا فندم طيب حضرتك طبعاً عيد الأطحى على الأبواب كل سنة وحضرتك طيب وطبعاً بيبقى فيه دايماً في المناسبات حالات طوارئ ممكن نعرف إيه الإجراءات اللي حضرتك هتحطها أو قمتم بيها للتعداد للعيد تماماً فندم هو طبعاً إحنا عندنا الهيئة ما عندناش أجازة تقريباً سواء في الأعياد سواء في الجمعة القهرة بتخرج كل يوم حوالي 18 ألف طن زي ما قلت لحضرتك فإحنا بنعمل على رفع الكمية الهائلة دي ولو أكتر منها إن شاء الله برضو بنرفع بالنسبة للمناسبات عيد الأطحى بكل تفاصيله إحنا بننشر عربياتنا في جميع الشوارع وفي حواري القاهرة في الخط الساخن عبر يعني عن طريق حضرتك 152.64 152.64 أنا بناشد المواطنين استخدام الخط الساخن الخط الساخن شغال 24 ساعة أي حاجة عايزين ينشلوها سواء مخلفات بناء سواء وضحية سواء أي كان الوضع اللي عندهم أي مشكلة في الحضائق وفي الشجر اللي قدامهم أي مشكلة في أعمال الإنارة إحنا الخط الساخن مفتوح 24 ساعة وإحنا جهزين لتنفيذ طلباتهم بالتوالي الخط الساخن بقرارة حضرتك تاني 152.64 والخط شغال ومنستقبل عليه شكرا لك شكرا جزيلا للواء إيهاب بشر شابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة شكرا لك اشتركوا في القناة خلينا نروح لشوية من أخبار الصحيرة المستديرة قبل ساعات قليلة من دلوقتي تابع عشاء كرة القدم العالمية المباراة القوية في نهاية بطولة كوبا أمريكا اللي جمعت منتخب الأرجنتين مع منتخب البرازيل وانتهت بفوز الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 السنة اللي فاته وده بهدف عن خيل دي ماريا في شباك منتخب البرازيل واللي كان هدف الفوز والهدف الوحيد في المباراة اللي انتهت بإحراز الأرجنتين للقب كأس كوب أمريكا لكرة القدم للمرة الخامسة عشر عشان تعادل الرقم القياسي مع منتخب أرجوي وبعد المباراة النهائي رفع نجم المنتخب الأرجنتيني ومهاجم بارشلون اللاعب يونال ميسي الكأس في أول لقب يحققه مع منتخب بلاده بعد مسيرة طويلة من الألقاب والجوائز الفردية مع بارشلون كمان حصل ميسي على صدارة هدفين البطولة مناصفة بأربعة أهداف وتقاسم جيزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار النهاردة كمان كل عشاء كرة القدم على معاد مع نهائي بطولة سيورو 2020 والمباراة الأقوى في البطولة اللي هتجمع المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإيطالي وهتقام الساعة تساعة مساء على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن وحيكون بحضور جماهير كبير وصل لحوالي 66 ألف مشجع وده المرة الأولى اللي بتأهل فيها منتخب إنجلترا لنهائي أمم أوروبا بعد الفوز الصعب على منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعت المنتخبين في الدور النص نهائي من يورو 2020 معانا على التليفون لمعلومات أكتر عمر كمال الناقد الرياضي صباح الخير عليك أستاذ عمر أصحب الله صباح حضرتك ومشاهدينك الكرام في كل مكان شكرا لحضرتك في البداية لو ممكن تقول لنا تأييمك لنهائي كوبة أمريكا بين الأرجنتين والبرازيل اللي انتهى فجر اليوم بتتويج الأرجنتين بالبطولة شو فيه هو بالتأكيد كان نهائي غاية في القوة والإصارة بين المنتخب السامبا البرازيلية والتانجو الأرجنتينية وكانت الأمور بتنصب أكتر في صالح المنتخب البرازيلي على اعتبار أنه بيلعب على أرضه وعلى اعتبار أنه صاحب مرات التجويج الأكتر وعلى اعتبار أنه بيلقى بالمنتخب الأرجنتيني في الفترة الأخيرة بالمنتخب المنحوص بسبب عدم فوزه ببطولات عالمية أو قرية فترات كبيرة عشان كده المنتخب الأرجنتيني بيقالت مش بسبب المباراة ويعني هو حاصل في اعتباره أنها حياة وموت وعلى اعتبار أنها تاريخ لعيب المنتخب الأرجنتيني بيكتبوا لنفسهم خاصة أنه هم غايبين حتى عن الصعوب للنهائيات منذ فترة كبيرة جدا الظبط هو منتخب البرازيل بقاله فترة أداءه مش زي ما تعودنا عليه يرجع لإيه أو أنت شايف إيه السبب هذا؟ هو بيرجع للتغييرات الكتير في الأجهزة الفنية إلى جانب استحواز اللاعبين أكتر وتركزهم مع أنديتهم المحترفين فيها في أوروبا على حساب المنتخب الوطني على اعتبار أيضا أن المكاسب المالية اللي بيحققها في أنديتهم والخوف من الإصابات ده بيأثر بشكل كبير على اعتبار كمان قلة المواهب بالنسبة أنك في البرازيل كنت في وقت من الأوقات بيتجدي أنه ممكن يكون عندهم تلات منتخبات يقدروا يلعبوا بعدد كبير ووفرة في المعارات لدرجة أن بعض اللاعبين مش لقين مكان يلعبوا فيه في مراكز الهجوم فكانوا بيلعبوا في الدفاع فكانوا حتى عند المنتخب البرازيلي مهارات عالية جدا في المدفعين أظن أن الأمر كان فيه تشبع كثير بالبطولات بالنسبة للمنتخب البرازيلي جانب أيضا خفهم على إصابتهم وأنهم يبتعدوا عن أنديتهم وأن المنتخب الأرجنتيني كان أعايز يحقق حاجة خاصة أنه غايب عن البطولات زي ما حيث أشارت منذ سنوات كبيرة للغاية ويعني الأرض دلوقتي أنا بذهب للرؤية دي أن الأرض أصبح ضد أصحاب الأرض بيبقى فيها ضغوطات شديدة للغاية لأن كنت بتلعب على أرضك مطالبة بأنك تحقيق البطولة بنسب تصل إلى 150% أكتر من الفريق الضيف فده بيأثر بشكل كبير على تركيز اللعبين وعلى الضغوطات اللي بيلعبوا تحتها طب ميسي دلوقتي ده بيتوج بأول بطولة مع منتخب بلاده شايف ده إزاي؟ شايف ده إزاي ما أشارت لحضرتك أن تركيز اللعبين أكتر بيكون يعني فرقهم اللي بيلعبوا ليها ميسي مثلا محترف في أسبانيا منذ اكتشافهم ليه وهو عنده تسع سنين فأصبح البرسلونة بالرغم حتى أنه تفكيره أنه هو عايز يسيبهم وما شابه أنه هو ده بيته الأول أكتر من الأرجنتين يعني وكمان الأجندات الدولية أصبحت أن اللعبين ما ما بتلعبش مع منتخباتها إلا في وقت دي للغاية بعكس أنه هو بيلعب مع النادي بتاعه والنادي بتاعه شو فيه يعني هو مش مخليه هو ملياردير هو مخلي يعني أعايز أقولك الدرجة التالتة في أسريته ملياردير فده بيأثر بشكل كبير على شغف اللاعبين بمنتخبات بلادهم على حساب منتخباتهم على حساب أنديتهم عشان كده ميسي كان مركز أكتر ومسي برده كان مطلوب في تاريخه يعني بعد ما هيعتزل سنتين ثلاثة أربعة أنه يبقى مكتوب فيه زي ما حصل مع الراحل ماردونة أنه حق بطولة مع المنتخب الأرجنتيني إلا ما كانش هيبه عنده سجل يعني يتكتب فيه هو حقق إيه مع المنتخب بلادهم طب أخيرا حضرتك لو قلنا عن توقعاتك النهاردة لنهاء اليورو 2020 اللي هتكون بين إيطاليا وإنجلترا شوفي التوقعات صعبة جدا النهاردة وحتى من الصحف الإنجليزية والإيطالية فيه نوع إزاي تناوله النهائي بتعوين النهاردة بين إيطاليان ومنتخب الأزوري والأسود التلاتة منتخب الإنجليز الكل بيرشح الفريقين لأن عندك يعني كل منتخب خد الشخصية التانية بتاع المنتخب التاني بمعنى أن منتخب الإنجليز أصبح عنده دفاع قوي للغاية وده اللي كان بيتميز به الكرة الإيطالية لدرجة أن الإنجليز حتى زي اللحظة ما دخلش فيه شباكهم إلا هدف واحد في مباراة الدينمارك اللي كانت فيه الدور قبل النهائي واللي فازوا فيها اثنين واحد وحتى بفوزهم حصل شبهات وكلام حوالين ضربة الجزاء اللي فازوا بيها أما منتخب الإيطالي تحول من القوة الدفاعية إلى منتخب بيلعب بتوازن كبير وبيلعب بشكل هجومي مع منشيني عشان كده تلاقي حتى المديرين الفنيين قبل المباراة وفي تصرحاتهم سوانساوس جيت أو منشيني اللي اتنين مش بيقولك بقى تصرحات اللي هي جامل التاني أو مشابه لا أظن أن فيها حقا مخدرة لكل طرف لأن كل طرف شكر في التاني لأنه يعلم جيدا أن المتخب الإيطالي خض تقريبا أكتر من نهائي عشان يوصل للمباراة النهية لا يبقى أمام الألمان وفاز 2-0 لا يبقى أمام مثلا أخيرا الأسبان وكان متأخر وفاعدين فاز بدربة الجزاء مشوار إيطاليان أصعب في الوصول النهائي مشوار الإنجليز على ملعب ويمبلي زي ما حيث أشارتي والحضور الجماهيري وضربوهم عرض الحقب سواء جايحة الكورونا أو المستجدات منها زي الدلتا وبالرغم من ارتفاع دلوقتي يعني من ضمن سلبيات البطولة اللي أخيمت في 11 مدينة أوروبية عشان كانوا يغربوا من الكورونا زودوا درجة الإصابات بالكورونا أظن أن هتبقى فيها ضغوطات على المنتخب الإنجليزي ولكن حضرتك يا دكتور عمر البطولة دي يعني كانت مليئة بالمفاجآت يورو 2020 كانت مليئة بالمفاجآت ايه أكتر حاجة انت شفتها غريبة حصلت انهيارات المنتخبات الكبرى زي الألمان والفرنسيين والأسبان والبرتغال زي المنتخبات دي بتاريخها الكبير ولعبينها اللي لهم أسماء رنانة يعني ما قدموش ليكي الأداء اللي كان متوقع حتى منتخب بلجيكا اللي هو رقم واحد على المستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي برضو أصابته يعني ما خدش الطموحات وما خدش التوقعات بتاعت ما كاتب المراهنات انها كانت بتوديه لأبعد من كده لشان كده المفاجأة ان تلاقي المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الإيطالي ولكن هما أثبتوا لك ان هما الأقدر في ان هما يصلوا إلى النهائي وهيقدم وجبة قوية للغاية مع أمنيتي ان يكون الطليان هما اللي فيجين بالبطولة للمرة الثانية شكرا لك شكرا جزيلا الأستاذ عمر كمالا لناقضة الرياضي أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية النهاردة بنحي ذكرى واحد من علماء مصر الكبار اللي ساهمه بجهود كبير في تجديد الفكرة المصري وهو الإمام المجدد محمد عبدو اللي بنحيي النهاردة ذكرى رحيله المائة وستاشر واللي كان ليه دور تنويري كبير في نهايات القرن تسعتاشر وبدايات القرن العشرين قبل رحيله زي النهاردة سنة الف وتسعمية وخمسة والإمام محمد عبدو قدم كتير من الأفكار الإصلاحية بالإضافة لدوره في مواجهة الاحتلال الإنجليزي ودعوته للتحرر من كل أشكال الاستعمار الأجنبي ده غير دوره في الارتقاء بالمؤسسات الإسلامية والتعليمية بنفتاحه على علوم جديدة ما كانتش بتدرس وسعيه للإصلاح والتطوير في الأزهر والأوقاف والمحاكمة الشرعية وده اللي عرضه للسجن والنفي في سبيل وطنه ولكنه استمر في دعوته ودوره التنويري لأنه كان بيشوف أن الإصلاح بيجي من خلال نشر تعليم بين أفراد الشعب والتدرج في الحكم النيابي وكان الإمام من المناصرين للثورة العربية عشان كده تم القبض عليه ونفيه لمدة ثلاث سنوات ولكن المنفس تمر ست سنين قبل ما يرجع المصر ويتم تعيونه قاضي أهلي في محكمة بنها ومنها لمحكمة الزأزيق وعبدين وبعدها بقى مستشار في محكمة الاستئناف ده غير أنه اتولى منصب مفتي الزيارة المصرية في 3 يونيو عام 1899 كان أول مفتي مستقل للزيارة المصرية وفضل في المنصب ده حد وفاته عام 1905 تعالوا نشوف معلومات عن الإمام محمد عبدو في العرضة التالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت جلسته الافتتاحية بآيات قرآنية قامت بتلوتها الزهراء لايقة وهي بنت محافظة كفر الشيخ للشابة الجميلة اللي كرمها اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ بعدما أشاد بيها وبدور والدتها والتي أعتنت بيها بعد وفاة والدها وعمرها كانت 3 سنوات كمان الزهراء قالت أنها فخورة بدرع المحافظة وبتكرمها بشهادة التأدير ووصفت قراءتها للقرآن أمام الرئيس في مؤتمر إسلامي كبير بأنه خلاها تحس أنها بطلة من الأبطال تعالوا نشوف سعيدة جدا وفخورة جدا بتكريمي وحافظ ليه النهاردة أشكر اللواء جمال نور الدين جدا على تكريمه ليه ودعمه وشرف ليه جدا أن أنا موجودة معاه النهاردة وإن شاء الله ربنا يحفظه ويبارك في عمره يا رب إن شاء الله اللواء سلم علي وقال أنه فخور بيه الحمد لله وقالوا لي أن اللي بيكون متواجد مع سيادة الرئيس بيكون بطل وأنا ده حاجة تساعدني جدا فخورة إن أنا من محافظة كفر الشيخ وبعتز جدا وبفتخر بمحافظتي والحمد لله إن ربنا جعلني من محافظة كفر الشيخ والحمد لله إن ربنا أكرمني وكنت متواجدة مع سيادة الرئيس كأول بنت عربية تقرأ تتل القرآن في احتفالية رسمية أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيزي التكنولوجيا الحديثة والتطور الكبير اللي بنعيشه في وسائل الاتصالات المختلفة خل الإنسان يقدر يعمل أي حاجة من على موبايل وهو في أي مكان وبقى فيه استخدام لكثير من التطبيقات المتخصصة في تحقيق مكاسب مادية على الإنترنت لكن التطبيقات دي بيتم من خلالها تحقيق عائد مادة زي تعدين العملات والعملات المشفرة وغيرها ممكن تكون وسيلة لسرقة البيانات الشخصية خصوصا مع اكتشافنا أن كثير من الشركات اللي بتعمل التطبيقات دي بتسعى لجمع البيانات بشكل كبير واللي كثير بيتم بحل استهداف المستخدمين بالإعلانات وتسويق للمنتجات المختلفة وللتفاصيل أكتر معنا على التليفون دكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الخير يا دكتور أسامة صباح الخير في النوقع أهلا وسهلا في البداية لو تكلمنا عن التطبيقات الجاذبة للمال على هواتفنا ممكن تكون إزاي وسيلة لسرقة البيانات هو زي ما حركت فضلت كده في المقدمة التطبيقات معظمها اللي احنا بيستخدمها المجانية ديت بالفعل مش مجانية يعني مقصود بيها حاجة متعرفة عليها بره اسمها البيج دايتا أنا لا تكشل اللي هي تحليل البيانات العظمى بتعتمد على التحجم ضخمة جدا من البيانات اللي المستخدمين بيستخدموها تتحلل في سنفرات كبيرة الأغراض بقى تجارية سياسية اجتماعية زي ما حدت قلت أمثلة أنه أنا بستعمل التطبيق المجاني لكن هو في غالب بيبحث في سلوكياتي علشان يبعث لي أعلانات أبسط بقى صورة من صور الاشتخدمات التطبيقات لبيانات الأشخاص يعني لكن في نفس ثانية تطبيقات مجهولة تماما دي بتسع البيانات بتاعت المستخدم فعاليا يعني بيعتمد على الهاكم زي تبدأ قبل نشوفها مثلا تدى على الفيسبوك بتعمل زي مسابقة أو لعبة صغيرة فاللعبة دي أنا بشارك فيها معلومات بتاعت الفيسبوك فأنا كده ديت له استماح أنه يدخل المعرض الصور بتاعي ومستنداتي فممكن نسحب منها الداتا بقى السرية طيب هي في مواجهة بين الشركات اللي بتقوم تصميم عنظمة التشغيل الموبايلات من النوع ده من التطبيقات الشركات المصممة زي الشركات الكبيرة الصينية مثلا تعمل الموبايل هي بالنسبة لها استخدامات يعني انتشار الموبايل هو أكسب لي لكن هي بتعمل يعني المتاجر حضرتك هي اللي بتعمل المواجهة ديت في الأول زي مثلا نتجر أبل لو حد نزل عليه لعبة أو أي تطبيق التطبيق ده بيبقى ليه احترام الخصوصية عشان كده يعني في شركة أبل بتبقى أصعب شوية في تطبيقاتها يعني مثلا هما بيرجعوا تطبيق واحد واحد فلما بيحصل يلاقي واحد مش مبلغ أنه هو مثلا بيستخدم الكاميرا بتاعتك مجال ما يقولك بيوقف التطبيق بتاعه طبعا في المبرمجة فيها تحيولات كتيرة يعني على كده بس بيحاولوا يحطوا حدود لموضوع اختراق الخصوصية موهو أنا كنت رسعي تسألك يعني البرايفسي بتاعة الموبايلات أو أن احنا نحمي خصوصيتنا خصوصا بعد وجود التطبيقات دي وبعد ما كشف جوجل عن حظر عدد كبير من التطبيقات اللي بتستهدف بيانتنا أيوة السلاف البيانات ده حدثت كوانا أنت قلت بس في مقدمة حاجة جميلة جدا على موضوع التعديل استخدام الأجهزة في موضوع التعديل اللي ستدي يعني جملة عابرة بس بغاية الأهمية أنه العملات المشفرة بتقوم على استخدامات البروسيسور بتاع الموبايل أو الكمبيوتر بشكل كبير علشان يداروا يطلعوا منه ما هو اسم عملات المشفرة دي نحنا فيه مخياس مهم جدا المستخدم بسيط قالوا تعرفوا الموبايل بتاعه بيسخن جامد الشحن بتاعه بيفضى بسرعة الانترنت بتاعه بيخلص بسرعة كل ده معناه أن فيه حد يستخدم بياناته دي مؤشر مهم جدا للناس إنها تبقى احفاهمات أنه على طول يبقى لازم يطفل يطفل تطرب الانترنت فورا ويشوف أنه برامج يستخدم الأجهزة حدثت كلها دلوقتي بتقول معدلات لاستخدام الذاكرة والبطارية أكتر أبليكيشن بيستخدمها فيه هي موجودة في بقالة أي حد يقدر يشوف أكتر مباراة تستخدمها تاني حاجة تسدلي لا تكمل حضرتك قولي تاني حاجة تاني حاجة إنه كل في حاجة اسمها أنا برخص للتطبيقات بيستعمل إيه في موبايلي فقدر أدخل حاجة اسمها البرميشن ديت اللي هي تصريح الولوج يعني لو قدر تدخل عليها قدر أشوف كل تصريح بيه الحاجات اللي أنا موجود لازمة أصدق كل التصريح لشركات الموبايل فراداتها عليها يعني عاوز تصريح بالخريطة تصريح بالسطور تصريح بالسطور تصريح بالسطورة أنا ممكن أقطي كل ده وأستعمل حاجة أنا عاوزها بس يعني أنا مثلا عندي أبليكيشن بطلب بيه أكل طب هو ليه ياخد بالسطور بتاعتي بالضبط أنا أقطي عليه حتة السطور طيب أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في الجوجل بلاي للأندرويد وفي الأب سطور للآيفون هل التطبيقات اللي بتبقى على الاتنين دول دي بتعتبر تطبيق موثوق فيه ولا بيبقى يعني تقريبا هو الآيفون بيبقى مسيطر أكتر على الحتة دي أو الآي أو أس عمتا بيبقى السوفتوير بتاعها بيسيطر أكتر بس الأندرويد بقى أنا عارفة إن هو بيبقى متاح أكتر لأبليكيشنز أكتر لحاجات اختراق أكتر الكلام ده حقيقي؟ أهي وهو أسهل في الموافقات ومن من الآي أو أس الأبل بيرجعوا بدقة للتطبيقات الأندرويد أكثر تساهنا لكن برضو عندهم محددات الأخطر بقى من دول لما جيلك لينك يقولك حملة تطبيق من هنا هو در خطير يعني الموبايل بتاعك ينبهك يقولك ده غير آمن إن نحن مش عاشين ده جاي منين موافق لمشاهدات في بعض التطبيقات تستخدم بتنزل على طوال الموبايل ما غير الستور أصلا الستور بيحطه محددات أكثرهم تشددا هو الأبل يليل أندرويد شكرا لك شكرا جزيلا أثامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات مشاهدينا نروح دلوقتي الفاصل قصير ونرجع لك تاني في هذا الصباح أهلا بكم مرة تانية في هذا الصباح في فقرة خاصة هنتكلم فيها عن بلدنا ودورنا كمصريين في دعم مسيرتنا التنموية واللي بتتم رغم التحديات الكتير اللي بتواجه الدولة المصرية واللي هدفها تعطيل مسيرة الإصلاح والتنمية سواء كانت التحديات داخلية أو خارجية وهنا بيبان معدن المصريين وإراداتهم لمساندة البلد وفي مرحلة مصرية اتغارت فيها مصر واستعادت ثقلها الإقليمي والدولي في مناقشتنا النهاردة بتشرفنا في الستوديو الكاتبة الصحفية نشوة الحوفي أهلا بك معنا أهلا بك يا نوع يعني لو حضرتك في البداية ممكن تكلمين عن حتمية الاستفافة الوطنية وإزاي في المرحلة الحالية اللي احنا بنشهد فيها تحديات كتيرة جدا ومنشهد فيها تغيرات زي ان احنا نشوف تنمية أكبر ايه أهميتها؟ خلينا نتفق على حاجة ربنا ما خلقش كل الناس شبه بعض وما خلقش كل الأراء زي بعض وما خلقش الليل زي النهار بالعكس أنا دايما نقول ألوان الطيف سبعة اكتمالهم يخلق اللون الأبيض اختفاء واحد فيهم بس ما نشوفش اللون الأبيض صح؟ مش ده اللي احنا خدناه إذن الاختلاف سمة وحاجة حلوة بس إزاي يحصل؟ إن كل واحد فينا يكون مميز في مكانه ويكون قايم بدوره يعني كل لون من الألوان السبعة في ألوان الطيف بيقوم بدوره علشان ننتج اللون الأبيض الاختلاف حاجة حلوة بس إزاي نمارسها؟ نمارسها وإحنا فاهمين يعني أسمع ربنا ادنا ودنين ولسان واحد يعني نسمع أكتر من الكلام يعني أتعرف على كل وجهات النظر يعني أقرأ وإحنا أمة اقرأ التي لا تقرأ صح ولا مصح؟ موظمنا ما بيراش للأسف بالذات مع وجود التكنولوجيا أكيد لو في النهاية وصلت الرأي وحسيت أن كلامي هيضيف أتكلم لو ما لقيتش أن كلامي هيضيف ما أتكلمش لأن لو السكوت أو الكلام من فضة كانوا بيقولوا لنا زمان أن السكوت من دهب واليومين دول بقى من ألماظ خلاص الحاجة الأهم كمان أن في وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة ولسه حيزيد كمان مع الثورة الصناعية الرابعة اللي دخلناها من أكتر من خمس ست سنين فاتت شهوة نشر الأخبار وشهوة أن أنا أكون حاضر وشهوة أن أنا مابقاش لوحدي أبقى في وسط مجموعة من الأصوات اللي بتعلي صوتها فأنا في وسطيهم وأنا مش لوحدي أو الخوف أن أنا أقول رأي مخالف بالذات فحخش مع الغوغائية أو الصوت العالي علشان مابقاش لوحدي الحاجات دي بتأثر في النهاية على فكرة هو أنا رايح فين هو أنا بضيف ولا بقلل هو أنا بضرب حجر في قلب لوح إزاز ممكن ينكسر ولا لأ زي ما حضرتك قلت فعلا لما بينزل خبر غلط على فيسبوك أو على سوشيال ميديا الناس بتعملوا شير وبيخافوا حتى لو هم ضده يقولوا أنه هم ضده أنه هم بيعملوا شير لمجرد أنه هم يعملوا شير ده صحيح خلينا ناخد من إمبارح علشان إمبارح ده كان أول امتحان للسنوية العامة وما حدث من بلبلة في امتحان أنا فاكرة أنا أخدت سنوية عامة سنة 87 من قبل أنا ما أخد سنوية عامة وأنا ست الحقيقة عند الوقت دخل على 52 سنة وبعترف بيها مش بيه فبس مع كل يوم في الامتحانات وأنا مريب بده الامتحان صعب إحنا الولاد منهرين البنات منهرين الحقيقة ده حاجة طبيعية الامتحان مش جاي علشان الكل يجيب 100% والامتحان طول الوقت بيقيس قدرات الطالب الأهم أن مصر دخلت مرحلة تطوير التعليم وده جزء الحقيقة من التنمية المستدامة اللي مصر بتحققها هل حققنا في منظومة التعليم اللي إحنا بنصلحها النهاردة كل حاجة حلوة يعني المدرس بقى 100% يعني المدرسة بقيت مليون المية يعني نظام التاب لتحقق المرجو منه بكل ما نتمناه لا بنقول عندنا مشاكل لأن ما فيش نظام بقاله أكتر من 60 سنة ماشي بنظام معين حيتصلح ما بين يوم وليلة أو في سنة أو في 3 سنين بل إننا كلنا شركاء خليني بقى أخذك لكلمة الشريك المواطن لازم يعرف إن ما فيش حاجة اسمها أنا والحكومة أنا والدولة المواطن لازم طول الوقت يكرر لنفسه ويقول أنا الدولة لأن علمونا وإحنا بندرس سياسة إن الدولة عبارة عن إيه دي مش كائن هلامي ولا طائر الرخ اللي جاي من الخيال الدولة هي مؤسسات وشعب وأرض فأنا ركن أساسي كمواطن في تكوين الدولة فما فيش حاجة اسمها أنا وهم أصلهم بيعملوا فيها كده ليه لا اسمها إحنا بيحطط لإيه إنت دورك إيه إنت مصارك إيه في كل الدول اللي نهضتها النهاردة بقت هي نموذج بنكرره في كلامنا إحنا ليه ما نكونش ألمانيا إحنا ليه ما نكونش اليابان إحنا ليه ما نكونش الصين المواطن كان حاضر بالامتثال لقرارات الدولة وأنه هو يمشي معاها علشان ما يعطلهاش وأنه بقى فاهم رؤية الدولة كمان هي رايحة الفين أتمنى من كل مواطن أنه يروح دلوقتي يطلع من على الإنترنت وهو بيتفرج علينا يطلع رؤية مصر 20-30 ومصر ليه قالت 20-30 وتحدثها من 2016 كل شوية نسمع عن تحديث لهذه الرؤية علشان إحنا بنقيم نفسنا علشان بنشوف طب هو إيه اللي نقصنا طيب علشان نشوف هو إيه اللي غلطنا فيه وإحنا بنطبق هذه الرؤية علشان نوصل فيها لـ 20-30 إحنا محتاجين نعمل ده والإعلام طول الوقت يركز على ده ده اللي بيحقق الاستفافة وأكم من سنين طويلة عدينا فيها بأزمات 67-73 المواطن كان حاضر ساعات ناس تقول لي وفيها إيه يعني لما نقول نكتة هفكركم بمشهد فيلم الممر وحفكركم إحنا لما تفرجنا عليه زعلنا قد إيه المشهد بتاع السنترال لما راح الفنان أحمد عز علشان يتصل بالكتيبة بتاعته لما رجع من 67 فموظف السنترال سخر منه لما عارف إنه ظابط كلنا وإحنا بنتفرج في قاعات السينيما تعطفنا مع هذا الظابط وزعلنا من النكتة السخيفة اللي قالها موظف السنترال خليك أنا وإنت دلوقتي نفتكر نفس المرحلة إحنا في حرب استنزاف وفي حرب استنزاف مش من النهاردة لأ أنا بقول الجملة ديت من 2011 إحنا في حرب استنزاف وكان ما يقصد في 2011 معليش سامحين يا نوها هاخدك بس كده الحتة تانية وأخد المشاهدين فيها أنا بقول 48 56 67 73 2011 2013 هي معارك في حرب لم ولن تنتهل فإحنا في حرب استنزاف من 2011 نكون أو لا نكون ما ينفعش بلادي فحرب استنزاف أطلع نقطة ما بعرفش أتحكي عليها قلبي بيوجعني وأنا شايفة التحديات اللي حواليها تحديات داخلية وتحديات خارجية ورغم كده دولة قادرة أنها تهتم بكل تفاصيل مواطنها يعني تخيالي في ظل كل الملفات المطروحة في مصر سد النهضة التعليم الصحة كورونا الاقتصاد مصر قاعدة بتركز مع مواطنين يبلغوا ألف أو اتنين في الإمارات اضطرتهم الظروف أنهم يعني يعلقوا في الإمارات بعد قرار المملكة العربية السعودية أنها يعني توقف علشان كورونا دخول الطيران من بعض الدول فتبقى الدولة كمان مشغولة في ظل كل ده بالألفين مواطن وتبقى متواصلة معاهم طب هي هتعمل إيه طب هترجعهم هذه الدولة لازم أن أنا أقول أنا في ظهرها طول الوقت المواطن كمان وهو تقريباً المواطنين يبدأوا يشوفوا ده وبدأوا يشوفوا أنهم لازم يبقوا في ظهر الدولة في كل حاجة أتمنى وكمان أبقى أمدرك مستني طول الوقت الخبر اللي يطلع من الدولة المصرية وعلشان كده الدولة المصرية كمان طول الوقت هي كمان عليها مسئولية المكان الفاضي الكباية الفاضية لو أنا مما ليتهاش غيري حيجي يملأ فالتوقيت أن أنا أملى الكباية في وقتها ما سيبش فرصة لأي حد أنه هو يملأ عقل المواطن بخبر غير صحيح دي مسئولية عند الدولة أنا كنت لسه أجيل حضراتك في الحتة دي إزاي بتشوفي أعداء النجاح في استغلال الإشاعات يعني الوقف تقدم الدولة المصرية إزاي هما بيستغلوها بأكتر حاجة يقدروا عليها عشان يوقفوا تقدم الدولة المصرية علينا نتفق على حاجة الزمن اختلف ومن السبعينيات طلع شعار لطيف كده ولخصه في جملة كتبتها مرة ليه أسيح دمك لما ممكن أسيح عقلك وسيبك تسيح دمك ودم اللي من دمك اللي بيترجم هذه العبارة واحد يعني عميل للكي جي بي أو رجل مخابراتي سوفيتي سابق اسمه بيزمينوف والفيديو بتاعه موجود على اليوتيوب وقايله من سنة الثلاثة وتمانين يعني مش من النهاردة قالك إن أي جهاز مخابرات كلمة جاسوس دي لا تمثل أو جاسوسية لا تمثل في أعمال أجهزة المخابرات العالمية لا تمثل أكتر من خمستاشر لعشرين في المية بينما إن أنا ألعب في زهن وعقل أي مواطن في أي بلد تمثل تمانين في المية لأننا طول الوقت عايزه يفقد الثقة في وطنه يبقى شايف إن بره هو الأحق وهو الأصدق وهو الأأمن يبقى شايف بلده جهنم ويبقى شايف بره إن دي الجنة بس أنا شايفة إن الدولة برضه اهتمت في الفترة اللي فاتت إن هي دايما توصق وتصور وتوري كل المواطنين كل حاجة يعني عشان يحاولوا يكسروا الإشعاد موافقاكي الحقيقة وبتبذل على فكرة جهد واضح بس محتاجين جهد أكبر لأن اللي بره عمره ما هيسيبك والمواطن للأسف لا يزال عايش بثقافة بيتحكوا علي ما بيقولوش كل حاجة بزرط لا بره هم الصح ودي ثقافة لازم نغيرها وأنا ما عنديش أبدا مشكلة إن أنا أتعرف على الرأي الآخر وأتعرف عدوه بيقول إيه بس طول الوقت أنا ثابت أنا جاهز أنا عندي يقين واثقة في بلدي بلدي عمرها ما ضيعتني بلدي عمرها ما خزلتني في حقوقها بلدي عمرها ما أخفقت في إنها تحافظ على أمنها الاستراتيجي أو على مقدراتها أو على حدودها وبالتالي أنا واثق فيها ومساند لها وده لا يعني على الإطلاق إن أنا لا ما أقولش رأيي لو عندي المعلومة ما عنديش المعلومة بزرط أهمية استقاء المعلومة إزاي المعلومة إحنا يعني نجيبها من مصدرها إيه أهمية إن إحنا نجيبها من مصدرها وما ننصقش وراء أي حاجة بتطلع احمي نفسك واحمي ولادك واحمي بلادك أكم من ناس راحت علشان ما صدقتش بلادها هو إحنا اللي شايفينه في المنطقة اللي حوالينا كلها سواء في ليبيا أو في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في سوريا هو ده نموذج لإيه نموذج لعدم الثقة في الوطن أنا ما وثقتش في وطني وناسه وصدقت اللي برة صدقت قوة جات لعبت عندي ولا أنا غلطانا فهذه القوة هل صلحت البلد؟ هل العراق رجعت؟ هل سوريا وضعها تحسن؟ هل ليبيا اللي النهاردة حتى بعد ما قلنا خطوة قدام وصلت لحل نهائي؟ هي دي الكلام اللي لازم كل مواطن يضعه في اعتباره أنا ليه أثق في بلدي علشان ما ليش غيرها بنفس المنطق كده لما يقولولك في جرانك أن بيتك وحش باباك عمل مامك مامتك سوت أنا الحقيقة مش هقدر أصدق برة حتى لو عندنا أخطأ في البيت وكذب جوة بزبط مش هقدر طب حضرتك يا أستاذ نشوى ايه رأيك في وضع المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟ خلينا نتفق أن المرأة المصرية طول الوقت مميزة على مدار التاريخ لها جينات مختلفة حكمت مصر وحكمت إمبراطوريات في مصر من قبل العالم ما يعرف يعني إيه الحقيقة كيال للزت لكن في الثمان سنين اللي فاتت أدركت القيادة السياسية قدرة المرأة على أنها تكون محركة للأمور فصدقت قدرتها وصدقت إمكانياتها ووفرت لها الإمكانيات بس ما زالت المرأة محتاجة أنها تصدق قدرتها على الفعل قدرتها على أنها تثق في نفسها المرأة محتاجة ده ليه؟ لأن لو القيادة السياسية منحت في مصر على مدار التامن سنين اللي فاتوا منحت نوع من الإمكانيات نوع من الوسائل اللي تقدر بيها المرأة تثبت ذاتها طيب ولو تغير الزمن لو جي حد قال لا المرأة مش موجودة أنت هتروحي فين؟ هترجعي تاني وراء يجب أن تستغلي الفترة دي لإثبات قدرتك الحقيقية لإثبات صوتك والسماعة صوتك يعني يمكن يوم الخميس اللي فات كان آخر يعني ما منحته القيادة السياسية في مصر ليس للمرأة في مصر فقط ولكن للمرأة في العالم الإسلامي لما افتتح المؤتمر الوزاري التامن لمنظمة التعاون الإسلامي تم الإعلان عن إنشاء منظمة تنمية المرأة ومجاعة لمقر لها نسا كنت أسألها حضرتك عليها أي دلالات تخصيص القيادة السياسية للمقر المنظمة لتنمية المرأة؟ يعني إحنا اخترنا إن العاصمة الإدارية يكون فيها مقر لمنظمة تنمية المرأة ده إحساس بإن خلي بالحضرتك إن منظمة التعاون الإسلامي فيها 57 دولة منظمة تم تأسسها سنة 69 برضو الحقيقة بإصرار مصري بإرادة مصرية علشان مصر كانت شايفة الكيان ليس للتمييز ما بين مسيحي ومسلم ولكن لإدراك مصر لوجود قوة نعمة في دول ليست من الدول العربية إحنا عندنا يعني دول من أسيا من جنوب شرق أسيا عندنا دول في أفريقيا في منظمة التعاون الإسلامي وجود المرأة وتأثرها وقوتها النعمة في هذه الدولة في هذه الدول ده دور من أدوار مصر اللي بتسعى إنها توصل لها لإنها الحقيقة ترتقي بها وخصوصا في فكر منظمة التعاون الإسلامي وإحنا كلنا شايفين كم الاستغلال اللي تعرضت له المرأة بالتفسير الخاطئ لنصوص من الدين وإحنا محتاجين الحقيقة إن إحنا نعيد تفسيره مرة تانية فوصلنا لتقديس تفسير وليس لتقديس النص واكتزقنا معلومات أو اكتزقنا كلمات وعبارات أو أحاديث من سياقها ومن معانيها علشان نحط الست في حتة معينة يعني تخيلي كده برضو لما النهاردة لسه بنتكلم على هي الست تتولى القضاء ولا لا والناس تسأل فيها أو تتولى رئاسة أو إدارة مؤسسات ولا لا في مصر وفي الدول الإسلامية بينما عمر بن الخطاب وهو حاكم للمسلمين في المدينة يمنح امرأة اسمها الشفاء بنته عبد الله الدبطية القضائية وإنها لما تلاقي تاجر غشاش تمسكه وتحكم عليه بالحكم الذي ترتقيه ياه الشفاء بنت عبد الله كان عندها الدبطية القضائية لأي تاجر غشاش وعمر بن الخطاب يساندها وأنا لسه النهاردة عندي ناس تقولي هي المرأة تمسك القضاء ولا لا؟ أنا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء وكان يعني به السيدة عائشة بنت عمر بن الخطاب بنت أبو بكر الصديق فهل يصلح ويسير ويتناسق بالمنطق أن أنت تقولي أصل النساء ناقصات عقل ودين وتقولي أصل ده حديث أنت اكتزقته من معناه لأن ده كان خاص بحوار ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نساء المدينة حوالين الزكاة عن الدهب فأنت اكتزقته من معناه والكارثة أن بعض المشايخ للأسف طلعوا يبرروا ده بأن المرأة لا ده مش نقص من المرأة لا ده عشان هي عواطفها بس أكتر شوية فهي يعني بتحكم المشاعر وعلشان هي لا تصوم وتصلي الشهر كله علشان طبيعتها فعلشان كده هي ناقصة عقل ودين وكمان بررناه لأقولهم تبرير فتخيلي إن إحنا محتاجين إن إحنا نعيد فهم دينا في العالم الإسلامي رقفة بالمرأة ولهذا كان إعجابي بما أعلنه الرئيس على فتاح السيسي فيه افتتاح منظم التنمية المرأة يوم الخميس لما قال إحنا أنا مستعد إن إحنا يعني أدعم إنشاء مركز بحثي فكري أتمنى في منظمة التنمية المرأة لإنصاف المرأة في العالم الإسلامي هو طبعا الرئيس مهتمة جدا بإسم الدين لإعادة البريق لدين اتوهي مزورا إنه ضد المرأة صح ولا مش صح؟ ما هو متهمش يعني هو المجتمعات هي اللي كانت بتحور في الحديث وفي كل حاجة لحد دلوقتي ومنحها الحقوق في مجتمع بدوي قبلي لم يكن يمنح المرأة حقوق فتخيلي إنه هو نزل علشان يمنح المرأة حقوق ولحد دلوقتي ناس كتير جدا بتطلع برضو تقول ما يقدروش وما ينفعش يعني حاجات إحنا بنستغرب جدا لما نقرأها دلوقتي إزايد بتقوله كده بعد الكل اللي حصل وبعد الأهمية الكبيرة لرئيس عبد الفتاح السيسي ده للمرأة المصرية أنتوا لسه بتقولوا ما ينفعش ازاي صحيح ده حقيقي وبالتالي إحنا محتاجين نركز طول الوقت مع هذه المبادرات الحاجة التانية بقى بالنسبة لي أنا الرئيس من شهر ونص تقريبا منح البرلمان العربي أيضا مقر في العاصمة الإدارية الجديدة البرلمان العربي هو مقره الدائم كان دمش ولكن لظروف سوريا الآن فهو موجود في قلب مصر وحينما التقى دكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بالرئيس عبد الفتاح السيسي من شهر أو من عدة أسابيع أعلن الرئيس على الملأ في وسائل الإعلام في هذا اللقاء في المؤتمر الصحفي معاه أنه بيدعم البرلمان العربي بكل الطرق وأنه سعيد وجوده في قلب القاهرة ده بيعني لي أنا لما أبص عليه من برة كده هو أن مصر تدرك أهمية هذه المؤسسات الإقليمية والدولية على أرضها وأيضا تدرك قوتها النعمة أنها تكون امتداد لصوت مصر وتدعمها المواطن لازم يفهم أن ديت مش حاجة رفاهية وأن ديت مش زيادة فلوس عندنا فإحنا بنبعزقها لا ده جزء من مقدرات مصر وقوتها النعمة وقدرتها على الوصول لدول عديدة والتواصل معها طيب يعني حضرتك يا أستاذة نشوة نقدر نقول أن مصر استعادت مكانتها وحجمها الحقيقي واثقلها الحقيقي قدام كل دول العالم في الفترة اللي فاتت دي؟ ما فيه شك من كل المجالات يعني ما فيه شك أنا عايزة أن أفكر المشاهد اللي بيتفرج علينا بحال مصر من 2011 لحد 2014 سبع سنين عايزة أربع سنين مرينا فيهم بتراجع في الدور المصري لما محمد مرسي سنة 2013 زار روسيا لم يقابله الرئيس بوتر ولم يجعله يزور موسكو قبله في قرية من القرى النائية بعض المسؤولين الروس لما كان بيزور أو يلتقي أي مسؤول دولي كان بيقابل بموجة من السخرية والنكات التي كانت تشعرنا بالحزن على ما وصلت لي مصر على مستوى العلاقات الخارجية بس طبعا السبع سنين اللي فاتوا دول احنا الدنيا تغيرت حالة من الاحترام لأن مصر أصبحت تمتلك مقدرات اتخاذ القرار لأن مصر لم تركع كما قدر لها دوليا بعد 2013 لأن مصر أصبحت قادرة على تحقيق التنمية رغم مخططات منع الاستثمار عن مصر بكل الطرق لأن مصر ما قالتش كلمة ورجعت فيها بمعنى حينما تم تهددنا بمنصات إعلامية تمول من قبل مخابرات دول في الخارج احنا ما ترجعناش لما بالعكس كنا ثابتين قادرين على إعلان صوتنا على إعلان رأينا على اتخاذ القرار وتنفيذه على حماية مقدراتنا احنا قلنا سرت الجفرة خط أحمر الناس ضحكت شوية لكن سرت الجفرة أصبحت خط أحمر صح ولا مصح وما خزلناش لا متخذ القرار ولا الجيش اللي قال أنه قادر على تنفيذ هذا القرار وهو دايما الجيش المصري قادر على تنفيذ أي حقية طبعا الجيش المصري مدرك لمسئوليته قادر على إدراك مخططات حواليه بيستعد طول الوقت بسيناريوهات مستقبلية لو حصل إيه أي حاجة فجائية عنا عرف نرد احنا ما بنستناش علشان نكون رد فاعل لأننا أدركنا أننا لما بنكون رد فاعل بيتأخر حماية البلد لازم طول الوقت نكون فاعل ولسنا أصحاب رد فاعل بالضبط طب خليني روح بقى مع حضرتك لحتة كده كورونا اللي احنا عايشين فيها بقالنا سنتين تقريبا دخلين على سنة طبعا الدولة المصرية فجأة دول العالم باللي احنا عملنا احنا عرفنا نتحكم ونسيطر على كورونا وتوفير اللقاحات والمجهودات اللي حصلت يعني انت شفت ده ازاي يعني شفتوا باحترام على كذا مستوى شفتوا على المستوى الصحي ان احنا من أول يوم كنا قادرين على توفير الأدوية وتوفير المستشفيات رغم صعوبة ده في بداية الأمر لكن قدرنا ان احنا نتجاوزه شفت ان احنا كنا من أول يوم ومن قبل العالم وهو بيفكر فيه اللقاحات كانت مصر حضرة اما بتجارب داخلية او انها بتستعد لشراء اللقاحات علشان تكون في ايد المواطن وتبدأ في استعمالها مع دول العالم ما تستناش ابدا لما دول العالم تاخدها واحنا ندور عليها شفتوا فيه القدرة على حماية المواطن اقتصاديا احنا قررنا لو نفتكر ان احنا في مارس 2020 مصر قعدت ثلاث شهور في البيت احنا مجعناش ما فيش رفة في محل بآلة فضي كان في حاجة نقصة بينما دول كبيرة زي كندا استراليا الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتاعين دول عربية نيوزيلندا دول هي تمتلك زي ما بيقولوا كده الاقتصاد يعني هي دول تسبعنا في الاقتصاد بكتير قوي الدول دي أرفف احنا تقريبا الدولة الوحيدة اللي سجلت نموه في الاقتصاد وقت دي احد كورونا بسطط وده كان باعترف مؤسسات اقتصادية علامية بسطط فشفت الدولة المصرية قادرة على مواجهة الأزمات التخطيط لها حماية مواطنيها والقدرة على انها تكون وتثبت انها دولة مش اي حاجة بالزبط واليومين دول كمان عندنا تصنيع اللقاحات في مصر طبعا ده والدولة على فكرة كانت ماشية في تصنيع اللقاحات واجراء التجارب عليه من عشرين عشرين الدولة ما صحيتش وقالت انا حصنع لقاح ولا حجرب على لقاح هو من اول يوم الدولة من اول لحظة كانت عندها ده في كافة معاملها الطبية سواء داخل وزارة الصحة او داخل المؤسسات الطبية في القوات المسلحة طب وستاذا نشوحنا اليومين دول بنعيش العرس الثقافي وتأثير قامت المعرض الكتاب في دورته الاثنين وخمسين واللي طبعا تمت يعني بتنظيم وبإدارة يعني اقدوا الاجراءات الاحترازية ونجاحوا في الفترة الصعبة دي لدول كبيرة مش عارفة يعني مش عارفة تقيم معارض ولا تقيم مهرجانات وحاجات كتير جدا متأجلة برضو حضرتك شفتي ده ازاي خليني اقول لك ان انا شفتوا من الناحيتين شفتوا كقارئ وككاتب وكناشر فكقارئ كنت مستمتعة الحقيقة بالاعداد لانها كانت اقل لانك قدرت ان انت تقف في قصاد كل جناح من الاجناحة في المعرض باستمتاع من غير ضغط بتبصي بهدوء وكمان كان فيه تنوع كبير قوي وكنت سعيدة لما اسمع من دور نشر عربية ومؤسسات عربية زي ملتقى الشرقة مثلا في المعرض ان ده شجعهم ودهم الامل ان هم ان شاء الله المرة الجاي هذا العام لن يكون هناك حرج من اقامة معارض الكتاب في الدول العربية وفي الامارات وحتى كانوا بيقولوا باللفز مصر فتحت لنا فتحة الخير ككاتبة سعيدة بي ولكن كان عندي بعض الملاحظات اولا يا جماعة تلاتين ستة توقيت صح؟ مدركة ان مؤسسات الدولة شايفة ان دور النشر على مدار عام عشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين المكتبات ودور النشر الحقيقة خليني اقولها كده بالبلد يعني بتسف التراب مفيش بيع تراجعت حركة بيع الكتب الدور النشر التالي تستلف علشان تكمل في دور نشر سرحت موظفين ده مش بس في مصر لكن في العالم العربي وفي العالم كله فحولت مؤسسات الدولة الرسمية انها تدي عارفة كده قبلة حياة بس قبلة الحياة الحقيقة كنت اتمنى انها تبقى في شهر سبتمبر مش في تلاتين ستة ليه شهر سبتمبر اقل حرارة نمرأ اتنين سنوية عامة تبقى خلصت لان انتحانات سنوية عامة والجامعات اثرت على الرواد المعرض بس احسن يعني احسن بكتير من هتكدسات يعني هو كان كل يوم في المعرض في العادي في الايام العادية في السنين اللي فاتت كممكن يكون عدد رواد المعرض من 250 ألف ل300 ألف السنة دي مع تطبيق الابليكيشن وده خلى فئة عمرية معينة هي اللي تقدر تسجل على الابليكيشن صحيح انا فهمة انه هو عملنا الابليكيشن علشان تقليل عدد الرواد للمعرض لكن خلى الفئة العمرية اللي بتتسجل هي الفئة العمرية اللي هي لحد يعني صغيرين الكبار مش عارفين يعملوا الحركة دي لسه فمدركة كويس قوي ليه حصل لكن اخدلك بقى الجزء التالت كناشر لأ كموجع لان محققش الجزء اللي انا كنت اتمنى ان هو جيب بس ان داني قبلة الحياة بس فينا شرين صغيرين ان احنا نرجع تاني نكون موجودين بس فينا شرين صغيرين حسوا ان هم محققوش حاجة بس اكيد ان شاء الله في اللي جاي هيبقى احسن انا عايزة اشكر حضرتك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا النهاردة في هذا الصباح وشوفك على خير ان شاء الله كنت معاكي وكل سنة وحنا طيبين كل سنة وحضرتك طيبة شكرا لكم مشاهدينا على حسن متابعة هذا الصباح اتمنى لكون كل الفقرات عجبتكو واشوفك ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة من هذا الصباح اشتركوا في القناة